أنت تبتصير هيبة صير هيبة بقراراتك صير هيبة بإنجازاتك صير هيبة بحمايتك لأسرتك في تأمين مستقبلهم صير هيبة أنك تعترف بالغلط لما زوجتك تواجهك هل هيبة؟ يعني عمر والخطار زيوان عمر إذا لو سلك فجن لسلك الشيطان فجن آخر كان إذا دخل على زوجته يرمي رأسه في حضنها زين؟ ويقول لها دلليني مثل الطفل الصغير اللي يفتح بلاد السندي والهند وعمر تعرفها ما شاء الله رضي الله طويل يركب على الخيل ريولة يخطون في الأرض مساء الخير وحياكم الله في بدون نورك حلقتنا اليوم مريحة جداً مع الدكتور جاسم المطوع طبعاً دكتور جاسم المطوع هو استشاري للتربية والعلاقات الزوجية وأيضاً قاضي سابق في الأحوال الشخصية فعنده الكثير من الخبرة في الاطلاع على المشاكل وحلها سواء على صعيد مهني أو استشاري أو حتى إعلامي اليوم ناقشنا ثلاث مراحل مهمة في الزواج وركزنا على الزواج المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الزواج التعارف والخطوبة المرحلة الثانية هي مرحلة بداية الزواج والأفكار المهمة في بداية الزواج مثلاً يعني شون ليش ممكن الواحد تختلف شخصيته من الخطوبة إلى الزواج والمرحلة الثالثة وأيضاً مهمة جداً هي المرحلة الممكن يكون لها طريقين طريق الاستقرار أم طريق الطلاق والاستقرار ما هي الأساسيات للاستقرار والطلاق ما هو الطلاق الصحي وما هو الطلاق الغير صحي الكثير من المفاهم اليوم الدكتور ما شاء الله عليه مريح جداً في الحوار وصدره وسيع ولديه الكثير من القصص لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة معكم فيسر العقل وهذا بدون ورق العشاب مضبوطة دكتور ما شاء الله شغلكم مرتب الحمد لله الله يحب بك دكتور وشي حياك الله فيه بدون ورق الله يسألنا كهر و سعب وتوامنا ورى البودكاست وجودكم إن شاء الله الله يسألكم الله دكتور من زمان كانوا يريدنا أن نقعد معك لأكثر من سبب لأن الموضوع اللي احنا نتكلم عنه اليوم ما تكلمنا عنه في البودكاست نعطني اللحظة المناسبة لأن نطرح هذا الموضوع وهو موضوع الزواج وإحنا ندري للزواج فيه ثلاث مراحل مهمة اليوم ودينا نناقشها مراحلة الأولى اللي هي ما قبل الزواج فترة الخطوبة وأثناء الزواج في بداية الزواج ومعنى خلق نقول بعد السنتين بعد الثلاث سنين أنت ممكن تصلح لي ممكن هذه الفترة اللي هي الفترة الانتقالية المهمة لكن قبل لا ديش ودي أتكلم عن في معلومة قريتها على الصعيد المهني أن أنت كنت قاضي في الأحوال الشخصية بعد أن انتقلت إلى تركيز على الاستشارات الاجتماعية والتربوية أبيعرف العلاقة هذه أنه في وائد ناس مثلا يهدون تخصص يروحون تخصص تاني لكن ودي أفهم أنت شون اللي خلاك تهد يعني مركز جيد ممتاز أنت مو جيد إلى أن أنت تخوض في منطقة ممكن ما تكون وائد بعيدة عن الممارسة إلا أن طبيعتها مختلفة دكتور في البداية طبعا أنا شاكركم على هذا اللقاء وسعيد جدا باللقاء بجمهوركم وتابعينكم يعني بالنسبة لي أنا طبعا أنا لما دخلت سلك القضاء دخولي في سلك القضاء كانت عندي الرؤية واضحة لأنه وأنا كنت أدرس في كلية الحقوق القانون والشريعة كان عندي اهتمام أني أحل مشاكل أسرية وكان هذا الموضوع يلفت نظري صراحة حتى أغلب قراءاتي للكتب كانت في هذا المجال فحاب أني أدخل في العائلات أكثر وشفت أنه منصب القضاء يدخلني كل بيت لأن البيوت بالأخير رح تشتكي عندك وبالتالي أنت عرفت أسرارها ولما تعرف أسرار البيوت تبدي تفكر في كيف توجد منظومة تعالج فيها هذه المشكلات في المجتمع فدخولي لسلك القضاء كان بهذه النية ولذلك أنا عملت في القضاء كقاضي للأحوال الشخصية فركزت على الأحوال الشخصية والأحوال الشخصية المقصود فيها هو المشاكل الأسرية سواء كانت متعلقة في تربية الأبناء أو متعلقة في المشاكل الزوجية بشكل عام وظليت فترة طويلة وبعدين حبيت أنه أنشر العلم والخبرة بشكل أكبر وتعرف أنه المجال الإعلامي يتنافى مع السلك القضائي على اعتبار أنه رجل القضاء لازم يكونه عما شوية محافظ والمجال الإعلامي يعني منفتح على الجماهير وعلى المجتمع لذلك أنا خرجت من القضاء وبديت أنطلق في المشاريع والأعمال التي تخدم الأسرة واستقرارها وسعادتها توقع حالا استفاتت أي من الخبرة التي موجودك في القضاء والله طبعا يعني في الجانبين سواء لما عملت في سلك القضاء أو لما عملت في المجال الإعلامي فأنت عندك المجالين اثنينهم قاعدت تحتك في العائلات وفي الأسر وبنفس الوقت قاعدت قدم حلول وقدمت فضل الله قدمت حلول كثيرة يعني الحلول إما من خلال برامج التوعية أو من خلال مؤسسات يعني أنا أسستها ومراكز أسستها ومشاريع عملتها من أجل يعني إما المشاركة في التوعية أو في الحلول العملية للأسر لما تدخل في مشكلة جميل جدا بعين تدشت في قضاءة ماجستير دكتور في الأسرار الزوجية من خلال القرآن والسنة النبوية أنا لا بنتكلم بشكل يعني واسع عن الماجستير لكن لو لا بنتختار سر من الأسرار اللي تعتقد من الأسرار المهمة أو شونه عطنا سر واحد دكتور هو موضوع السر يعني طبعا هو ليش العلاقة الزوجية تعتبر مكمن الأسرار لأنه الإنسان عنده ثلاث شخصيات يعني شخصية رقم واحد اللي كل الناس تشوفها اجتماعية دائما تشوفها أهلين كيف حالك شخ بارك شلونك شاء الله تمام فلما تقول شون فلان كلها ما شاء الله ممتاز لأنك تشوفت الجانب الإيجابي والجانب الإيجابي دائما الإنسان يوريه للمجتمع هذا رقم واحد رقم اثنين المقربين إخوانك خواتك أصدقائك المقربين هذول يعرفون حسناتك وسيئاتك فانا ما تقول شون فلان يقول لك والله فلان يعني هو جيد فيه كذا 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 بس ترى فيه عنده العبل فلاني العبل فلان مثلا عصبي عنيد رقم واحد ما يعرف العصبي والعنيد رقم اثنين يعرف العصبي والعنيد رقم ثلاثة اللي هو الزواج رقم ثلاثة تعيش مع شخص كاشفك 24 كرات تحت سقف واحد شايفك بهدومك من غير هدوم وشايف أخلاقك بالليل والنهار وشايفك في السفر والحضر وشايفك وانت سليم ولا وانت مريض وش أبد يعني هذا كاشفك فلذلك العلاقة الزوجية اللي هي رقم ثلاثة هي مكمن الأسرار الآن عاد سؤال شنو السر اللي ممكن تبوح فيه شنو السر اللي ما ممكن تبوح فيه فالدراسة هي كانت عبارة عن الأسرار لأن القرآن الكريم ذكر آيات كثيرة في الأسرار والسنة النبوية ذكرت آيات كذلك كثيرة فأنا سويت تحليل وسويت دراسة مقارنة بالواقع اللي نعيشها وهل الناس قاعدت تحفظ الأسرار ولا لا وشي الفرق بين أسرار الدولة وأسرار الاقتصادية التجار وسر المهنة وأسرار الزوجية والأسرار التربوية وأسرار المرض يعني إذا زوجين مثلا واحد منهم مريض أو اكتشف عنده مرض هل لازم يقول حق زوجته ولا لا مثلا ولا يعتبر سر ممكن يحتفظ فيه ممكن هذا سؤال مهم فكل هذه المسائل تم تناولها ودراستها والإجابة عليها من خلال البحث هذا نشرت البحث هذا أي في كتاب مطبوع طبعه دار البشاير في بيروت والكتاب يعني موجود في المعارض دايما يباع وترجم إلى ثلاث أربع لغات يعني الكتاب عجيب دكتور فكرة الدكتورة ما ننخوذ فيها الحين فكرة الدكتورة عن تربية وقيادة الطفل اليوم نركز على مؤسسة الزواج قبل ما نخوذ في المرحلة الأولى هو أنت أكيد دكتور أنت تحب تقرأ والقراءات كثيرة وأكيد عرفت الفرق بين النظرة لمؤسسة الزواج بين الشرق والغرب شون الغرب يفكرون في مؤسسة الزواج شون نحن نفكر في مؤسسة الزواج هل نحن لنا طابع يختلف عن الغرب في فكرة الزواج؟ تماما المفهوم مختلف والطريقة مختلفة بس يمكن تستغرب لما أقول لك مو بس مفهوم الزواج تعريف الإنسان مختلف شون؟ يعني أنا مرة حضرت مؤتمر في الغرب كان يناقشون حقوق الإنسان طبعا سؤال يعني سألته في المؤتمر كل الدكاتورة وقفه شوي استغربه من السؤال يعني لأني قلت لهم شون تعريف الإنسان عندكم؟ فقالوا ليش هو الإنسان مواحد يعني قلت له بأنا اللي أفهمنا الإنسان عندنا احنا كمسلمين غير الإنسان عندكم انتم في تفكيركم وفي فكركم حنا من ضمن ضمن تعريف الإنسان عندنا أنه عبد وعلى قدر ما يكون هو عبد يكون حر كلما زادت عبودية الإنسان لربه كلما زادت حريته عن باقي الأمور يتملكها وتحكمها فالمفهوم عندنا مختلف والنظرة مختلفة فحتى لما تقولون حقوق الإنسان حقوق الإنسان عندكم تختلف عن حقوق الإنسان عندنا يعني احنا مثلا حق الجار مثلا حق الجار صلة الرحم مثلا يعني احنا عندنا واجه بالواحد يزور عمه يزور خالة يزور هذه المفهود تدون في حقوق الإنسان خالي مو إنسان صح طيب عمي مو إنسان عمتي مو إنسانة صح طيب هذا حق بس غير مدون ليش غير مدون لأن الإنسان في تعريفهم يختلف عن الإنسان في تعريفنا حرية مختلف عن حرية أيوة ومفهوم الحرية مختلفة يعني حتى الآن المدارس الأجنبية مثلا سواء عندنا ولا في الخارج شوفهم شو يدرسون مفهوم الحرية التعريف مختلف عن تعريفنا نحن نفهم الحرية بطريقة مختلفة أنا لما أتقيد بأوامر الله أنا حر هم هم يشوفونها يشوفونها قيد بينما أنا أشوفها حر ليش أنا أشوفها حر لأن أنا عندي نظرة أنا كمسلم أنا نظرتي متكاملة دنيا وآخرة وبالتالي حكمي على الشيء من منطلق الدنيا والآخرة الإنسان الغير مسلم يحكم على الشيء كدنيا فقط يعني مثلا أحيانا يصير تلاعب في التجارة يغشك وبالنسبة لي يسميها شطارة أنا ما أقدر أغشك أنا أقدر أغشك شون ما أقدر أقدر بس أنا ليش ما أغشك لأنني أنا ما قاعد أشوف الدنيا أنا قاعد أشوف الآخرة فالمفهوم مختلف السلوك مختلف التعاطي مختلف شوف الآن اللي صار في فلسطين مثلا شوف ردة فعل الغرب يعني ردة فعل مصدومين إنه لهذه الدرجة ناس ما أسكين أرضهم طيب طلعوا خلاص امشوا قاعدوا بحونكم طيرات فوقكم قاعدوا يقتلونكم أنتوا شو ممسككم بالأرض مستغربين يعني شو طيب شو أنتم تموتون علشان الأرض يعني طيب أنتم ليش تموتون إحنا مفهوم الموت عندنا مختلف تعريف الموت مختلف تعريف الحياة مختلف إحنا الموت عندنا حياة مو موت ونفرق بين موت الجسد وموت الروح إحنا إذا مات الجسد الروح باقية موجودة يعني حتى أحد الصالحين يقول الناس ونيام فإذا ماتوا انتبهوا الناس ونيام فإذا ماتوا انتبهوا معناته إحنا تعريف الموت عندنا مختلف ففي فرق كبير جدا بين العقلية الغربية والعقلية الإسلامية المفهوم الغربي والمفهوم الإسلامي طبعا هم بيحاولون يسيطرون عليك يعني من ضمن السيطرة مفهوم الزواج شو يعني ليش رجل ومرأة؟ يعني أنت عشان تكون أسرة لازم رجل ومرأة؟ ليش؟ طيب أنت عشان تكون أسرة لازم يتيب طفل منكم أنتو يا الرجل ومرأة منكم أنتو ليش؟ أنت حر تأخذ راحتك تبي تأخذ طفل أخذ طفل من برا ويبع عندك أو تخلي ريال ثاني ممكن ينام مع مرتك وتحمل وبالأخير هدفك تحقق ياك طفل فالوسيلة على النظرية ميكابيلي المهم أنه تحقق أنت غايتك احنا عندنا في الإسلام ما عندنا شيء أبدا لا احنا عندنا في إطار احنا عندنا عقد الزواج يقوم في المأذون وفي شهود والشهود والمأذون لما يعقدون الزواج هذا حكم الله يعني هذا توقيع رب العالمين على العقد لذلك احنا كل العقود عندنا كمسلمين لها تاريخ نهاية يعني انت هم بتستأجر بيت يقولك تاريخ النهاية بتستأجر سيارة يحطك تاريخ نهاية وروح تزوج ما في تاريخ فما عندنا عقد أبدي احنا إلا الزواج وحتى الزوجين يعني حتى بعد الوفاة علاقتهم وحتى بالجنة لهم علاقة فنظرتنا للزواج مختلفة ونظرتنا للإطار العام ونظرتنا للأبناء مختلفة ونظرتنا للعلاقة الزوجية مختلفة عن النظرة الغربية وبالتالي هذا المفهوم كلها اليوم قاعد يذوب شوية قاعد يذوب؟ طبعا قاعد يذوب ليش؟ لأنه في هجمة ضخمة من السوشال ميديا من المحطات من الإعلام من الكتب اللي قاعدة تؤلف من الدورات التدريبية اللي قاعدة تنتشر في العالم يعني أنا واحد عندي قصص وقضايا من بنات وشباب يدخلوا دورات تدريبية من منطلق اكتشف ذاتك من منطلق حب ذاتك من منطلق أنت رقم واحد في حياتك من منطلق ريح نفسك أسعد ذاتك فيصير قضية أمه وأبوه زوجته زوجته أولاده ما هم أملوية طيب وين مفهوم التضحية صار؟ وين رح وين مفهوم الإثار؟ وين رح ويؤثرون على أنفسهم؟ وين رح طيب هذه قيمنا في الدورات الحديثة للتنمية البشرية قاعدة اتميأ هذه القيم بس في ردة تفعل في الفترة الأخيرة في ردة تفعل أبو عقوب فلسطين وأوكرانيا وكأس العالم في قطر بدت الناس شوي تصحصح أن هذه القيم حتى في أمريكا اليوم في ردة تفعل على موضوع القيم فما تحس أنها في قحم قاعدة تصير في المقابرة تدفع؟ وهذه سنة بشرية كل مئة سنة رب العالمين لازم يسوي فيها يعني تذبت مد جزر مد جزر يعني كلما تشوف الأفكار خلينا نقول اللي تشوها البشرية في أخلاقها بدت تزيد تشوف رب العالمين يقدر حدث معين يخلي الناس أصحى ينايم وأنا حضرت مؤتمرات يعني أنا واحد من المؤتمرات اللي حضرتها على مستوى الأسرة والعلاقة الزوجية مؤتمر كنسي كان الحضور كلهم قسعوا سورهبان يعني طيب فالقضية هي ليست قضية إسلامية من يعاني من ذوابان القيم اليوم هي ليست قضية إسلامية هي قضية عالمية أنا حضرت مؤتمر في اليابان نفس الشيء طبعا اليابانيين اليابانيين عندهم قيم وعندهم أخلاقيات وعندهم طقوس واضحة طقوس مو بس على مستوى الأسرة حتى على مستوى الأخلاق يعني أنت أركب قطار أنا أركب قطار في اليابان زي أركب قطار أرفع صوتك يعني مثلا ناد واحد من ربعك شديد يا فلان بس أرفع صوتك شوفهم كلهم يلتفتون لك لأنك تخالفت القيم أرفع إيدك مثلا رفعت الإيد في اليابان عيب بعد درجة طبعا أنا ركب تاكسي في أوساكا أنا كنت في أوساكا رايح عشرة أيام رايقصة حلوة يقول لك ياها نزيل فركب تاكسي ييت بفتح باب التاكسي الباب بروح أمفتاح طبعا استغربت يعني يعني تاكسي مو سيارة حديثة يعني سيارة قديمة بس شون الباب مفتاح سكت أنا قاعد لييت بقاعد على المقعد الكيشن ولا حاط مثل شرشف أبيض على الكيشن نفسه نزيل الحين مشيت أنا خاصدي مشي قلت له ودني أنا كنت طالب أروح مقبرة المسلمين لأن أنا كنت أقرأ في أوساكا كيف دخلها الإسلام اليابان كلها كيف دخلها الإسلام قصة حلوة إذا حبيت أقولها المهم فقلت له ودني المقبرة اللي فيها المسلمين فرايح أنا بالطريج ربع ساعة بعد تاكسي بالطريج أنا عطست فأول ما عطست على طول كان يطلع المنديل ويعطينيها هيا سعيق التاكسي فأخذت المنديل منه وحطيت المنديل وخليت أبيدي دقيقتين كان يصفط قلت لحلة ما وصلنا كان يقول لا بس هنا فيه أكو سلة مهملات زبالة تكرم عشان بس أتقط فيها المنديل هيا حليلا شذي ها فاعل أنا حين كلها هذي طبعا أولا شون فتح الباب وبروحها بعدين هذا الشرشف اللي على القنف على الكيشن بعدين الكلونيكس إزاي وصلت المهم هناك وحققت يعني شفت المقبرة مات المسلمين اللي كانوا في سنة 1892 ماتوا يعني شوحدة وكان سبب دخول الإسلام لليابان المهم اللي ماتوا هي سفينة تحب أقول لك أخصة ها أقولها لأن هذه ما لها علاقة بالأمور الزوجية قلتها لا إحنا بدون وراء فإن ذي شو الرد عادي طيب بعد راحتك فأنا كنت أقرأ كيف دخل الإسلام اليابان ف1892 تعرف كانت الخلافة العثمانية فيها علاقة مع اليابان لأنه كانوا ضد الأمريكان فش سوى السلطان العثماني أرسل باخرة فيها 500 جندي تركي زي كانوا عيقدمون هدايا حق يعني الامبراطور الياباني أصفطت السفينة في أوساكا الميناء يوم يوم بيسافرون بيرجعون تركيا عقب أسبوع ييت سونامي وضرب الباخرة تكسرت تحطمت غرقت استشهد كل الجنود ما عدا 12 واحد تخيل يعني وفد رسمي أيام السلطان وقعد ثلاثة أيام عشان يقدم الاعتذار من الثلاثة أيام دخل واحد مستشرق يعني يعلم إسلامه للسلطان العثماني كان يقول الياباني هالكلام 1892 ميلادية كان يقول هاي شو سوي قال هيدخل في الإسلام قال لهم شو الإسلام شرحوا ولا درس الإسلام تعرف ياباني درس الإسلام ثلاثة أربعة أيام قال والله أنا ارتحت فدخل في الإسلام وهو في إسطنبول عجب رجع اليابان هذا بدأ ينشر الإسلام في اليابان هذا أكثرهم حكمة فعلا بدأ ينشر الإسلام في اليابان طبعا اليابان اليوم فيها أكثر من ثلاثة مليون مسلم يعني نعم وانالتكيت معهم يعني حتى كنت رايح في زيارة المركز الإسلامي قالوا لي يقول كلمة يعني فقمت وقفت لشان أقول لهم أنا أستحي أقول كلمة يعني لأنكم اليابانيين نحن نرفع راسنا فيكم قم بلت هرشيم أياتكم وصرتوا من من الأكبر عشر اقتصاديات في العالم أنا أقول كلمة لياكم من الكويت لا لا أنا أسمع منكم المهم طبعا كلهم شدي قاعدين صدق شوف الأدب والاحترام كان أقولهم طيب أنا أسألكم سؤال أنتم كلكم مسلمين قال نعم كان أقول لهم واحد فيكم يقول لي قصة إسلامة اسمع كان واحد يرفع عيدة قلت لتفضل أعطيت الميكروفون كان يقول إحنا طول عمرنا تربينا وإحنا صغار أن الياباني أفضل شخص في العالم وأنظف شخص في العالم أنظف أنظف شوف في العادات اليابانية بس عشان الموضوع لا يسير يقول لا ياباني في العادات اليابانية الياباني كل ياباني في اليابان يتسبح باليوم مرتين مرة أول ما يقوم للصبح ومرة قبل الله ينام فهما عندهم عقيدة أنهما أنظف بشر يقول لما ييت أبحث عن الإسلام أقرأ اكتشفت أن المسلم يتوضأ في اليوم خمس مرات سبب دخوله فقلت بقلبي مستحيل في أحد أنظف مني يقول كان هذا سبب دخولي في الإسلام لما تأكدت أن المعلومة صحيحة فأقول لك الشاهد أنه هم عندهم قيم عندهم عادات فأنا لما رحت المقبرة رحت أشوف الشهداء بس هذه القضية حتى كانت قاعد تناقش في اليابان قضية القيم في العالم كله دائماً في ناس يابون يحافظون على القيم إحنا كمسلمين اليوم أنا قاعد أشوف الإشكالية وين الإشكالية في الأسر اللي قاعدة تنشأ الآن حديثاً شون؟ تمسكها بالقيم تمسكها بالدين بالإيمان تمسك فيه ضعف بسبب حب تقليدهم للغرب شوف أنا درست منطق عندنا قاعدة منطقية شو تقول منطق القوي قوي ومنطق الضعيف ضعيف يعني الآن مثلاً خنقل على مستوى السياسي أمريكا اليوم أقوى دولة خنقل شذيء مشيها أي شيء تقول أمريكا صح مع أنه غلط لأن القاعدة تقول منطق القوي قوي ومنطق الضعيف ضعيف أنت ضعيف لو تقول شيء يقول لا أنك أنت ضعيف هذه قاعدة منطقية تدرس بعلم المنطق فالشاهد الآن أنك أنت اليوم في كثير من الأسر عندهم انهزام نفسي عندهم انهزام يعني أنا كنت مع ولدي في لندن حضرت الصلاة قلت له بابا خنصلي شاي يقول لي وين قلت له زحمة شارع قلت له في الشارع قال شاي يصلي بالشارع قلت له يصلي بالشارع قال ناس تصورنا قلت له خذ تصور قلت له خذ بس يقولون هذو قاعد يصلون قلت له بيخالف خالي يقولون وين المشكلة وين المشكلة إحنا لازم ما نستحي بالعكس إحنا أصحاب قيم إحنا أصحاب مبادئ أنا ليركفت باص في أوروبا وقعت على الكرسي ودخلت مرة عايوز كبيرة بالسن أقوم أقولها تفضلي يعني فإحنا عندنا قيمنا عندنا مبادئنا والمفروض إحنا هذه نقطة قوتنا اللي لازم نركز عليها داخل العلاقة الأسرية طمام إحنا بندش فيه القيم الزوجية والقيم المؤسسة الزوجية لو نبي لشان نقدر نندش في هذا الموضوع نبي نفهم شنو هدف الزواج شنو فكرة الزواج ليش الواحد زوج وهو الزواج في عدة أهداف الهدف الأول الاستقرار النفسي لأنه الله عز وجل لما خلق آدم خلق من آدم حوى من آدم من آدم لو الله خلق حوى من تراب شنو صاره في صرع لكن الله عز وجل خلق حوى من آدم وخلق آدم من تراب فآدم ما يقدر يعيش من غير حوى لأنها طلعت منها ولا حوى تقدر تعيش من غير آدم طالع منها لأنها طالع منها فإذا الأصل الاستقرار النفسي الاستقرار العاطفي مودة الحب كل إنسان يحب أن يحب وكل إنسان يحب أن ينحب صح هذه وين تصير الزواج ممكن غير الزواج نعم ممكن ممكن أمك تحبك تحب أمك أوكي هذه يسمونه حب أمومة ممكن تحب ولدك ولدك أوكي هذا حب والدية مخالف تحب مديرك في العمل مديرك يحبك ماشي هذه يسمونه حب مهني بس لا أكو حب ثاني أكو غير هالحب في حب مختلف بس ليش لاسمو أسسة زواج لهذا الحب لأنه أنت علشان تحافظ على الإطار أنت عندك أنت لما تقول مؤسسة معلتها لها قيم أي مؤسسة لها قيم صح وبالتالي أنت الحين القيمة الأولى استقرار القيمة الثانية الدنيا فيها تحديات قوية وكبيرة أنت يوم تضعف يوم تقوى أنت تحتاج أحد يسندك اللي ضعفت وتحتاج اللي يسندك القريب منك فإذا ما كانوا زوجين واحد يشيل الثاني أنت طحت بأزمة مالية تشيلك هي طاحت مريضة أنت تشيلها يحس الإنسان مرتاح ما يحس أنه بروحها عايش وكل شيء لا عمر يعني أنت واحد أمه وأبوه لهم عمر وعيالك لهم عمر يتزوجون يطلعون أنت في الأخير والرايح رب العالمين فإذا تحتاج أحد معاك وتحتاج أحد يعيش معاك هذا أثنين ثلاثة أجر ثواب اللقمة تضعه في فيه زوجتي في فيه زوجتي تأخذ أجر الابتسامة أجر المصروفة اللي تصرفها في حسنات يعني حين إذا زوجتك دفعت رسومة تعليم مثلا كل دينار تدفعها عشان تعليم إلا فيها أجر أنت مصاريفك على البيت تأخذ أجر فالأسرة باب من أبواب الجنة مثلما الصلاة تدخلك الجنة العلاقة الزوجية تدخلك الجنة وما فكرت فيها في الطريقة عشان شكا أقولك هذي قيم هذي كلها قيم طيب مثل واحد يكون جاهز حق الزواج لما هو يشعر هو الشعور داخلي يكون الشعور لازم يكون داخلي أو الوحدة لما أقول واحد أقصد الواحدة أو الوحدة عشان ما حتى المشاهدات لا لا هو لازم يكون استعداد نفسي من الداخل ويكون عنده مقومات الزواج يعني إذا أنت مثلا رجل لازم يكون عندك مثلا سكن مأمن تعيشها عيشة كريمة أنك أنت مقدر مسئولية تحمل مسئولية أنك أنت تحسن التصرف تقدر تتخذ قرار فأنت لازم أكون استعداد نفسي وأكون استعداد مادي مادي مهم جدا جدا مهم طبعا لأنه خاصة في الزواجات الجديدة يعني العشرينات من العمر لأنه في زواجات من الأربعينيات في زواج بس ستينيات فكل مرحلة عمرية زواجها لها قواعدها وقوانينها وكل عمر له قواعدة كل عمرها أنا أسبوع الماضي مزوج وحدها عمرها ستة وخمسين سنة حق واحد عمرها أربع وستين بس كان لها قواعدها يعني هذا شون القواعدة تختلف أوه مختلف خير لما تي يعني أمس أنا عندي وحدة مثلا عمرها اثنين وعشرين ويايب الخاطب الخاطب عمرها السبع وعشرين وقعدنا إحنا مع بعض شيء ساعة لربع وقالت لي يعني ساعدني في اتخاذ القرار تقول لي زين ساعدني في اتخاذ القرار وحتى هو والله ما شاء الله عليه تقول لي شو ترى إحنا متفقين ويايينه وابنا بنسولف جدامك وساعدنا يعني إحنا ناثنين يقول قلت لهم مخالف ما في مانع ساعدكم يعني فبس هذول قواعدهم العشرينية تختلف عن قواعد الخمسينية واحد اثنين الزواج الأول قواعدها يختلف عن الزواج الثاني ويختلف عن الزواج الثالث سواء للمرأة أو الرجل بعدين الزواج من بعد ترمل قواعدها تختلف عن الزواج من بعد طلاق قواعدها تختلف عن هذه احتياجات مختلفة تمام وبالتالي انت في الزواج يعني ترى هو بحر يعني لازم لواحد يدخل بتفاصيله وحتى يكون القرار سليم لكن اليوم يعني الوضع ما قاعد يصير بهذا الشكل لا فأنا نحن نقدر نقول الزواج المبكر والزواج فيه ما بيقول المتوسط العمر ما بيقولك منتصف فانا نقول بين العشرينات هذا الزواج فيه النوع اللي اليوم جز كبير من الناس قاعد يأخرون زواجهم إلى بداية الثلاثينات اليوم أكثر الشباب صح ايه في ناس تقول في ناس في قاعدتين قاعدت أنه والله أكبر مع عيالك وتزوجها تغير وفي فكرة لا أنت أنضج وتزن وتزوج لما تحس نفسك يعني متزن أنت مع أي قاعدة أخوة شوف أكو سؤال مهم ليش الله عز وجل قال يحاسب الإنسان لما يبلغ معقولة الله يحاسب إنسان مناضج مناضج فإحنا مشكلتنا موبل نط نأ إحنا مشكلتنا بنظامنا التعليمي من الجذور طبعا أكيد لما تروح تدرس أنت 16 سنة وبعدها أربع خمس سنوات تطلع 22 23 نظام التعليمي هذا هذا صار بعد الثورة الصناعية في فرنسا وسووا هالنظام عشان يطلعون طلبة وطالبات يشتغلون في المصانع هذا مو حق زواج ولا حق إدارة حياة والثورة الصناعية حين صار الله حين جات جم سنة من صارت الدنيا تغيرت النظام تغير أنا حضرت مدارس في الإمارات حق سعيد لوتار الله يرحمه يتخرج الطالب عمره 15 سنة يتخرج من كرية الطب عمره 15 سنة ويباشر يباشر وحضرت وشفتهم وأنا شاركت في المناهج فاتكت مع عمره 20 سنة ظن يعني لا أنا شفت طلبة عنده 14-15 سنة يعني يشتغلون في بنوك يشتغلون في شركات يعني حتى هناك في الإمارات ما أقبلوا أن يشتغلونهم عمره 15 كان يقوم هو يأسس بنك أي طبعا حتى يثبت فكرته هو أشوف يعني أنت كون الله يحاسبك عمرك 15 سنة ترى أنت تقدير تتزوج عمرك 15 أتا حتى ليش نروح بعيد أنا أمي لما تزوجت كم عمرها أبوي لما تزوجت كم عمرها نحن حتى لو نرجع شوي كله مصغار كله مصغار وقد مسئولية يعني لا 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 احنا مشكلة عندنا في النظام التعليمي يعني يخلي عيالنا أطفال وحتى القوانين إذا بنناقش القوانين كانت بي يعني إليه 18 سنة حدث شو أن حدث 18 سنة هذا يدير دولة 18 محمد الفاتح في تلقاء سنطينية عمرها 18 اللي يفاتح السند والهند عمره 17 لقع شكل البيئة بحيث أنه يتمون أطفال تمام هذا كلام صحيح اللي قاعد تقوله فإحنا ولدي عمره 17 لحين ياهي خلا أشربة أوكلة أدرسة أحل واجبات 17 17 هذا ريال شلون فإحنا المشكلة عندنا في نمط الحياة اللي قاعدين نعيشها والمستورة ده بالمناسبة ترى في مدارس أنا دخلتها في أمريكا عدا تخرج 15 سنة تدري أنت عطلة الصيف هذه 13 شهر والعطلة طول السنة لو بتحسبها تطلع أنت في السنة 12 شهر تعرف كم مرة يعني كم يوم درست في 12 شهر تطلع أنت درست رفع السنة صحيح ماكشغل وثلاثة أربعة السنة أنت ما ما ماكو شي شي قاعد ماكشغل عشان بس تطلع تتخرج عمرك 22 طيب ليش صحيح ضغطوها عطوني شهر إجازة في السنة مثل الموظفين وخلي 11 شهر تعليم 45 يوم بالسنة أو 45 بخير راضي حتى شهرين رح تتخرج من الجامع عمرك 16 سنة أنا أقصد ليش أنا فتحت الموضوع بس علشان أقول لك أنه يعني الشخص يتحمل المسؤولية عند البلوغ إذا أنا ولدي ولا بنتي ما تحملوا المسؤولية عند البلوغ أنا عندي خلل في التربية وعندي خلل في نظام الأسرة وعندي خلل في المجتمع وهذه إشكالية كبيرة الآن ترى أغلب المفكرين العالميين قاعدين يعيدون النظر في نظام التعليم ليش الحين فيه تعليم مفتوح في الأونلاين يقول لك ما لا علاقة يعني الآن مع تطور الأي آي والذكاء الاصطناعي الآن مفهوم التعليم رح يتغير أصلا ما لا داعي مدرسة وصف وكرسي وطاولة وقاعد طا 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 أيام ثورة الصناعية هذه أنت قاعد أن تندخلها مصنع صح يعني صور عالي وطق جرس وتعال صف وقعد واسمع الأستاذ واحتمال ما عارف يش راح وخاص بل عليك تقعد تسمع أنت فاهم مفاهم وما يهمني لهذا متعليم صح هذا متعليم لا لا أبدا أبدا أنا حضرت شوف أنا كنت شاركت مرة في في جلسة في أكسفورد في جامعة أكسفورد جرسة عن التعليم كانوا فكانت لك وحدة عمرها يمكن 82 لما صارت عارف فقلت له أنا اسمي جاسم طوّع منك ويش هتقول لي أوه أنت مسلم هي تقول نعم هتقول لي أنا أحييك قلت له ليش كانت تقول لي لأن أول جامعة صارت في العالم كانت من امرأة مسلمة يا سلام فإحنا أكسفورد هاي اللي تشوفها ترى من حسنات تلك المرأة هي تقول طبعا هذه مرأة ومرأة ما أخذتها من جانب من جانب نسوي نسوي ما خالف ما في مانع فالشاهد عشان شي كذا أقول لك يعني الجامعات أول من أسسها إحنا يعني حتى لو تقرأ في تاريخ الأندلس وشون نظام التعليم كان في تاريخ الأندلس مختلف تبا منها شي رهيب شي رهيب التعليم كان تخيل كان في الأندلس 800 سنة حكموا المسلمين نقول قوتها 450 وبعدين صار للمنحنة نازلة المهم في قرطبة في قرطبة لو شوف النظام التعليمي أنا درسته دراسة تخيل عندهم تعليم في الجوامع اللي نسميها المساجد مثل جامع قرطبة وعندهم تعليم في المنازل مختلف تخيل وعندهم تعليم في الأسواق آه مختلف الفكرة مؤسسة التعليم تمام ماكوش يذي يسكر على الطالب مافي بوابة وحارس مافي تعليم مفتوح تعرف في التاريخ كله تاريخ الأوروبي الهندي تاريخ الحضارات كله ما مر على حضارة ما مر على الزمن على الكرة الأرضية كانت نسبة الأمية صفر إلا مرة وحدة في العالم كله متى؟ الأندلس آه سلام الأندلس المسلمين لما حكموا الأندلس الأمية كانت زيرو ولا شخص لا يعرف القراءة والكتابة شوف نظام التعليم وإذا تبي انتشع نظام الزواج أعطيك نظام الزواج بالأندلس تبي يعطيك نظام الزواج في الغلافة العثمانية أعطيك تبي يعطيك القوانين اللي طلعوها السلاطين العثمانيين في نظام الزواج شي رهيب شنو أهمها لو تبتت أعطيك مثال يعني مثلا عندما رحت مكتبة إسطنبول ودخلت شفت المخطوطات هناك وقريت الكتب في قانون في الخلافة العثمانية أنه كل شاب شوف قانون شذيها كل شاب هذا يام سليمان قانوني كل شاب بلغ من العمر عشرين سنة ولم يتزوج فإذا عمل يأخذ من راتبه الربع خمسة وعشرين بالمئة ليعطى لشاب بلغ من العمر عشرين يرغب بالزواج هذا قانون تشجيع على الزواج قانون نتزوج مبتر أنت في خلافة العثمانية فهي الفكرة فكرة تعليم وإحنا البيئة العامة التعليمية سواء عن التعليم المؤسسي أو التعليم اللي هو التربية من خلال الأسرة أنه يعودونك على أن أنت لا خلي استانس الشباب خلي كذا بس أنت في قواعد قبل لها أن تكون أنت مأسس نفسك ماديا مأسس نفسك هذا فهذا هذا الأهم تكون أسس نفسك ماديا وعندك مسكن تقدر تسكن من المشاكل التي تعرض عليها مثلا باقي اليوم عندي واحدة تشتكي من زوجها يلعب ألعاب الإلكترونية في البيت حلو 12 ساعة باليوم أوه إدمان هذي يلعب ترى أنا عندي أكثر من حالات شدي بس هذي ياه من وين من لما كان في بيته موهو بعدين تزوج فهي شافة ريال محترم تزوجته ما عرفت الجانب رغم ثلاثة انكشف صح انكشف بعد الزواج طيب معناتها أنه هذا ما تم تهيئتها للزواج وهذه نقطة جوهرية شون هل إحنا قاعد ربي عيالنا انهيئهم للزواج ولا لا يعني البنات اليوم قاعد يتزوجون تعرفت دير بيت ولا ما تعرف أول كان عندنا بوزارة التربية هنا في الكويت كان يدرسون مادة سمها التدبير المنزلي كان يدرسونها نعم وطرى جيدة كان يدرسون خياطة في مدارس الكويتة ويدرسون البنات يعني هي الفكرة منها ترى ذكية انك انت قاعد تدرسها شي ممكن تستفيد منه باشر تخيط لها شي حق عيالها ولا ما زي اليوم المفروض مناهجنا يكون جزء منها تهيئة الشباب والبنات حتى الأطفال للزواج بساعة ما قلت لك عن تجربة أنا سعيد لوتا أنا شاركت في مناهج اللي في الإمارات أنا ألفت منهج حق الأطفال تهيئة للزواج من هم صغار من يوم هم صغار تبسط المفاهيم الزوجية لهم على حسب مستواهم فأنت إذا تنجح بالزواج يعني لازم تكون في منظومة تحمي المؤسسة الأسرة تحميها وتهيئ الزواج الصحيح الزواج السليم استهيئة الآن النساء مهيئين أكثر من الشباب من خبرتك أنت لأن البنات يعني أقرب للأمهات يعني تعلمها تسنع تعلمها كذا الشباب منطلقين أكثر منخرطين في المجتمع أكثر فهل تعتقد أن اليوم الشباب محتاجين معالجة أكثر أم لا شغل أنا أقول لك من المشاكل اللي عندي ومن البنات اللي أنا أشوفهم يعني أمهاتهم يعني ما بيعمم بس الثقافة هذه ما هي موجودة في الخليج نقول ولا نقول للكويت نزيل أن نهيئ البنت شلون تدير بيتها بشكل جيد سواء إدارة منزلية أو إدارة نفسية في التعامل مع الرجل ولا الشاب اليوم قاعد يتهيأ صح قاعد يتهيأ يتحمل المسؤولية وبالتالي هذه نقطة مهمة يعني لابد الالتفات لها طيب فرق العمر دكتور دب أنت كمان فرق العمر الناس تقول لك خلي يكون في فتش بين الرجل والمرأة في الزواج أنه يكون أكبر منها الأفضل يقولك أكبر منها في أربع سنين خمس سنين ست سنين فهل تقولك خلت تكون قريبة منك في العمر لا شغل هو في نظرية عالمية تدرس يقولك تقسيم اثنين زائد سبعة شنو التقسيم يعني مثلا انت حين جم عمرك أربعين قسم على اثنين جم عشرين زيدهم سبعة سبعة وعشرين إذا أنت شعب عمرك أربعين تبتتزوج بنت لازم أمرها فوق السبعة وعشرين هاي نظرية عالمية بس أنا ما أؤمن فيها بس أنا قلت لك يا عم باب المعلومة لأنها تدرس تدرس فمن باب الأمانة العلمية أقولها حسنا لك أنا ما عندي قناعة فيها لا ما عندي قناعة أنا أنا أفرق بين عمر شهادة الميلاد وبين العمر العقلي أحيانا البنت عمرها عشرين في شهادة ميلادها بس عقلها عقل ثلاثين نمربينها صح مرتبة ونهضجها وحيانا أن شاب عمرها خمسة ثلاثين شهادة الميلاد وعقلها عشرين سوني وفيستيش يصير جديد تمام فإذن يعني خنقول أن الطبيعي إذا كان بين البنت والولد إذا نتكلم عن الزواج الأولي يعني زواج أول زواج شباب وبنات يعني من سنتين إلى عشر سنين فرق بينهم جيد هذا خنقول قاعدة عامة لكن أنا أنا عشت نماذج وشفت أنه ما في بينهم يعني في فرق كبير بالعمر بالعكس يعني الريال أكبر أو المرأة أكبر وشفت زواجات ناجحة ليش لأن عندهم قدرة قوية على التوافق بعدين ليش نروح بعيد تعال شوف أنت حين سيدة خديجة رضي الله عنها ما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الفرق 15 سنة صح 15 سنة بعدين ترى هو تزوج بعد كبير 25 بس ما يعتبر هذا كبير على وقتهم في زمنهم يعني ربما لا مو شرط يعني مو شرط لكن وين النقطة هنا النقطة أنا في فروقات قوية يعني تخيل هذا أول زواج للنبي صلى الله عليه وسلم وتزوج من امرأة يعني متزوجها قبل اثنين ترى هو الثالث يعني وين اليوم القاعدة قصد هذا لما يوم تكون لحك شخصة تزوج واحدة أكبر منك 15 سنة لا ومتزوجها قبل اثنين لا وعندها أربع يهال عندها أطفال قصة عليك راح يقولون ايه عندها أطفال مو بس جذي وتملك بيت في مكة وهو ما يملك فيها اجتماعيا حتى ومو بس جذي بعد وعلاقاتها قوية وصحبة نفوذ لا وصحبة راس مال وهو كان يعني ما عنده عليه الصلاة والسلام أصلاً صبرت وتحملت وامرضت فأنت قاعد تتكلم عن زواج نموذج زواج مثالي على الرغم من أن الاختلافات قوية إذا بتدرس علم نفس ما يدرسون هالحالة ما ليبا أقول لك ولذلك الإيمان يغلب إحنا عندنا قاعدة يقول الإيمان يغلب يعني شو الإيمان يغلب يعني أنت ممكن تسوي أي علاقة بين أي أثنين إذا إيمانهم بالله قوي السفينة تنجح وتمشي همشي الإيمان بدان في إيمان خلاص لكن إذا تبيني أكلمك كلام عام حق شباب وبنات وهم طالعين أقول لك التوافق الفكري التوافق العائلي الثقافي إذا صار في تكافؤ مادي جيد من نفس البيئة أفضل هذه فكرة نفس البيئة أفضل دكتور في ناس تقولك هل نفس البيئة أفضل وعشان الثقافة يعني أنا عندي زواجات مثلا ما أدري برنامجكم أقدر أخذ راحتي فيه أو لا يعني عندي مثلا بين حضر وأهل بادية مثلا أو عندي زواجات سنة شيعة عندي عندي قصص وايد يعني مثلا يعطيكنا موذج زواجات السنة من الشيعة مثلا أو شيعة من سنة الحالات اللي عندي أتكلم تنجح إذا ما يابوا أطفال ليش ما عندهم مشكلة في العلاقة يحبهم بعضهم مستقري وذي يابوا أطفال لا إذا يابوا أطفال صار مشكلة لأن كل واحد عنده أجندة يعني عقدية مختلفة مختلفة يعني أنا مثلا عندي حالة الحين مثلا هي تبقى تخلي الطفيل يصلي خمس مرات متفرقات في اليوم وهو يقول لها لا يصلي ثلاث مرات فصار بينهم لما يزورون بيت اليد اليد من طرف المرأة في رمضان يفطرون مع ذا المغرب يزورون بيت اليد من طرف الرجل يفطرون متأخرا عن صراته الأولاد تشتتهم ما فهمنا شوان نصلي شوان نصوم شوان كذا فبعضهم يوني يقولون طيب شنجاوب شنقول حق الأولاد شنسوي طبعا لو واحد منهم تنازل تمشي أي مجبور تمشي يعني إذا مثلا مرة سنية قال خلاص اللي أنا مؤمنة فيه ما أتكلم فيه مثلا أمشي مذهب الأبو تمشي الحياة إذا الريال مثلا قال خلاص اللي أنا مؤمن فيه ما أتكلم فيه أمشي مذهب المرة تمشي الحياة بس stamped بالحالات أنا قاعد أكلمك والحالات اللي عندي ما أتكلم من المثاليات الحالات اللي عندي في خلافات قوية تصير وعندي طلاقات عالية بهذا الموضوع موضوع البادية من الحضر في حالات تنجح وفي حالات تفشل الكلتور الثقافة مختلفة وبعدين أكو بعض البنات مثلا ما يدرسون البيئة بدراسة جيدة وحتى الشباب يعني ياخدهم الحب ما يصير ياخدهم الحب؟ ما عندي مانع ياخدهم أنا ما عندي مشكلة في الحب هو الحب طالما هو مشاعر وليس السلوك ما عندي مشكلة فيه والمشكلة عندي لما يصير السلوك لكن طالما هو مشاعر ما عندي مانع أنا بالعكس خلي حبه الحب جميل ابن القيم يقول الحب من كلمتين حاء وباء فالحاء تخرج من آخر الفم والباء من أول الفم وكما أن حروف الحب قد جمعت الحروف الهجائية في المخرج آخر وأول فكذلك الحب يجمع الأخلاق السماوية الحب جميل وحياة ما فيها حب كجدول ما فيه يعني جدول ما فيه ماء المون فالشاهد أنه بالعكس مهم لكن مع الحب لازم يصير فيه توافق ولازم فيه استقرار عندي واحد كويتي كان يدرس بالخارج واشترك فيه نادي في الروسية وتعرف على وحدة أجنبية تركب الخيل حبه بعض ويعني معركة مع أمه وأبوه إلا يتزوجها فقال له أمه وأبوه كانوا رافضين يعني قلت لأشوف أنت حين شو تبيني؟ تبيني أوافق ولا أرفض من الآخر شاكول لأ أنت اللي تقوله أنا بسوي كنت نزل اسمع أنا ما راح أقول لك تزوج ما تزوج بس أنا بعطيك أربع قصص شرائك شاكولين زين شاكولين عطيه قصتين في شلو وقصتين ينجحوا أنا عندي زي قصص زي قصتين كويت يتزوج من أجنبية من أوروبا يعني قصتين ينجحوا قصتين في شلو كنت أسمع أنا أعطيتك أربع قصص أنت تشوف نفسك مع ألف ولا مع باء شاكوله بيقوله 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 شاكول والله تشلني أشبه باء قلت لك كيفك أنا أعطيتك المخاطرة أكثر لما تكون من بيئة مختلفة يعني فيها تحدي وبعدين ترى يعني مزاج الإنسان يعني شي يحب وشي يكره في العشرينات من العمر قيل العصارة أربعينات يعني لما كنت قاضي في المحكمة كان كنت كل يوم أثنين أنا أستقل في القضايا الطلاق كنت مخصصها يوم الأثنين فكل أثنين أطلق مهم زي آه جدي آه جدي كنت مخصصها اليوم كنت أسجلها اليوم أثنين لا 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 اليوم نزوج زي فالمهم عاش طاجي ف ها فياني واحد متزوج واحدة دنيماركية هالقصة من زمان زي آه ثمانت عشر سنة جانيني بيطلق كنت حين ثمانت عشر سنة وعندك منها عيال شاكتها بيطلق شي يقول شوف أنا يعني صال لي ثلاثة أربع سنين ما أدري حنيت حق الكويتية يقول هذا كلامة ها أنا أقع أنقل كلامة صح غلط كيفك بس أقول لك كلامة حنيت حق الكويتية كنت يعني شونو حنيت جاي يقول صدق حين صال لي ثمانت عشر سنة كنت أكل ستيك هامبورغر ما أدري شونو مش تهي مجبوس فغير مش تهي هريسة مش تهي وانا قاعد أسمع أنا بالمحكمة كنت وقاعد أسمع أنا يعني ياتنا الضحكة وانا ما قال جذي بس شوف أخوة قاعد يعبر صح عن احتياج نفسي واحتياج شخص شوف فأول مرة ثانية طبعا أخوة ممكن ما يقصد الهريس والمجبوس بقدر ما يقصد النكهة رحة البخور لهذه كلها شوفت إنما الحب للحبيب الأولي أنت لما تعيش في بيئة لك مذاق معين لك نظام معين مثل اسمج اللي في البحر طلعها من البحر ودها بحيرة ما مع أنه في اسمج معاها بس ما تشعر بالراحة صحيح لنا هي تربت في بيئة وطلعتها بيئة ثانية ترى الزواج نفس الشي بس بعض الشباب والبنات يعني بدافع الحب يندفعون بس ما يشوفون المستقبل بشكل واضح طيب انت ذكرت دول دكتورو ونحن قاعد نتكلم يقول فيه أشخاص عمرها 35 سنة لكن عقلها 20 ممكن بنتيك عمرها 20 سنة عقلها عقل 30 متوسطين شلون المؤشرات في بداية التعارف الزوج والخطيب والمخطوبة صحيح التعبير شلون ممكن المؤشرات هذه نشوفها سواء عند الرجل ولا عند البنت النايبة هذه ناضجة ومستعدة حق الزواج والعكس اليوم في موضوع التعارف فيه إشكالية كبيرة يعني ليش لوجود برامج أبليكيشنات وايد وتطبيقات وايد في التعارف فهذا فتح المجال زائد السوشال ميديا وانتشارها صار سهل جدا تعارف هذا التعارف المفتوح خنسمي التعارف المفتوح قاعد يولد عندنا علاقات مفتوحة بمعنى بمعنى أني أنا لما أتعرف على واحدة أظل أنا خايف يعني أنا تعرفت عليها افتراضيا صح مواقعيا فصار عندي تحافظ وبالتالي شنو ولد عندي ولد عندي علاقة سريعة صارت اليوم صار موضوع التعارف موضوع الحب مثل القهوة السريعة سريعة التحضير سريعة الذوبان اليوم التعارف شدي التعارف صاير اضرب وهرب شوف في عالم هولندي ألف ثلاث كتب لما صار عمره 92 سنة أقبل خبرة فتخيل اسمه بولمن بولمن هولندي هذا عنده سلسلة من الكتب يسمونها السلسلة السائلة زين الليكويد ألف كتاب اسمه الحب السائل واللي حبون السياسة ألف كتاب اسمه الحداثة السائلة قال شنو الحب السائل يقول اليوم ما صار في حب وهذا هذا عند هولندي هذا وعمرة 92 ليش ما صار حب يقول لأنه الدنيا كلها صارت سريعة الحب عشان يصير لازم ينطبخ صح نفس الناضج ماكو حب سريع اليوم الحب كله سريع حتى الأفليكيشينات والتطبيقات الموجودة والله أنا بسافر الدولة الفلانية وما عندي أحد يلا خلا أشوف لي وحدة أصادقها أسبوع وأرجع حب سريع فما صار عندنا علاقات قوية جوهرية هذا انعكس اليوم على التعارف ولذلك انت لو تسألني أي هو أكثر نجاح في الزواج التعارف التقليدي نعم هذه هي كفية أنا كنت والتعارف الحديث ولا التعارف الحديث الدراسات تقول مو جاسم يقول الدراسات تقول أن التعارف التقليدي أكثر ونجاحا نسبة 64% وشنو التعارف التقليدي التقليدي اللي هو التعارف المحافظ يعني من أهل لي أهل أوكي مثل لما يعني أمس أنا كنت في اجتماع مع شركة يعني صاحب الشركة عمره 45 وما شاء الله الله فتح عليه ويعني ولد ما شاء الله ذكي هو سلام في الكويت زين يقول لي ترى أنا تزوجت متأخر قلت لي ليش قال أحب أن أمع فلوس ويقول قلت على جم متأخر شاء قال زوجت عبر 40 سنة صال لي 65 من تزوجت قلت شون تزوجت قال والله شوف أنا ترى دار مدى أسمع هاي تجربة قال أنا من عمري 20 هو سيم ما شاء الله من عمري 20 والبنات يقطوا نفسهم عليه وصاحب بزنس وصار عندي ثروة يقول وبسرعة كبرت وليه 40 سنة 20 سنة والبنات حوالي تدري شون تزوجت أنا قلت له شلون شاء الله ورحت حق أمي قلت له يمها ترى أنا صال لي 20 سنة دار مداري بنات ولمسا ولمسا باجتماعه يقول لي هالكلام يقول دار مداري بنات بس يمها أنا أقول أنت خطبي لي آج يقول لكم يومين شان تيب لي أمي صورة قلت له والله يا بتلك صورة صيج صورة صورة ولا باي فون يعني شان يقول لي لا صورة كنت أبو أمك والله قديمة أمك عتيجة صورة زي ما دي شوان يابعت الصورة المهم من عندها صورة الحين زي المهم يقول أنا شفت الصورة شدي شا يقول لحق أمي أنتي أنتي عاجبتت شا تقول لي قلت لها خطبيها آه شدي يقول يصدق أنا سعيد يقول أنا قسرت كل النظريات مع أنه كان المفروض من هالكوكش اللي حولي صال لي 20 سنة أختار لي واحدة وأتزوجها بس يقول لا يقول كنت خايف شفت أنا هاي النقطة اللي أقولها لك الحق السائل أنا بس أليك عن موضوع الخوف والتردد فيه وايد شباب بتأخرهم بزوج من الخوف والتردد أن تتغير حياتها تتغير أو هم بتعود على نمط معين حتى يمكن من البنات هذي بيغير حياتي أنا مرتاحة بينها لي بدش أنا ما ديش أنه توقع منه يحكرني ولا كذا فيصير فيه خوف وتردد ولذلك أنا ما أنصح التأخر في الزواج لأن أشوف أنت كل ما كبرت نضشت وكل ما نضشت تغير ذوقك وكل ما تغير ذوقك صار صعب صعب تلقى بنت تناسبك طبعا لأن أنت عمرك 25 بتدور على 20 على 19 على 21 22 طب صار عمرك 35 أنت ما رح تدور 18 ما رح تدور عندي واحد ذاك اليوم يقول لي والله أنا استغربت حلوة أقول لك يقول أنا والله تأخرت بالزواج يقول كان فتحت مكتب محامات وانشغلت صار عمري 35 شاء أنا أقول حق أمي يالله أبي أتزوج واحدة والله ورتني واحدة أمورها 18 عجبتني قلت لها توكري على الله يقول تزوجت يقول أنا ما فكرت في الموضوع بس أنا 35 وهاي 18 يقول يعني أطلع أنا أقول لها خروح أنت مشى كذا تقول hey لا أدني مكان ألعب يقول他們 قال أنا أقضى على أحد شدي مكان ألعب وانا وديك مكان ألعب هي ص 잘�مة ألعب يعني وانا وديك مكان ألعب يقول بس جlane яв könnte مكان ألعب يقول تورط شها الزواج شها الزواج يقول والله تورط يقول ما تخيلت يعني 18 سنة مكان ألعب يقول IX 18 سنة توقعت همارة يعني توقعت شيء ثقيل يعني ما توقعت أنه فأنا أقصد شوف شنون أنت كل ما كبر إنسان كل ما تغير مزاجها تغير دوقها تغيرت حركتها تغير حتى اهتماماتها بس يقولك أن ما تكون أكبر شوية أن ما تظلم البنت ممكن تأخذها أنت مبتشر بعدين يتغير دوقت بعدين تتواهج فيها أنا ما يشدخلت نفسي فيها أنا شون اخترت هذه يعني فهم غزدي يعني هو شوف هو التخوفات اللي عند الشباب هذه في محلها بس لو أحد يقعد مع الشباب ويشرح لهم شون هو الزواج ويشرح لهم لو عندك لو أنت عندك تخوفات معينة شلون تقدر تتجاوزها ترى يكون مرتاح أبسط المضوع يعني مثل حين شاب بيشتري سيارة يقولك ها أخاف أشتري هالسيارة مشاكل هكذا طيب طيب لما يكواحي يعرضك السيارة طريقة مختلفة ويقولك ترى إذا يواجهتك هالمشكلة سوي الحل الفلاني وانت بتشسوكها وانت مرتاح لذلك أنا مساعدة أقول لك أن شبابنا وبناتنا ما في تهيئة لهم للزواج نرجع لنفس النقطة احنا في الزواج قاعد تعامل خذوه وفغلوه يلا سكبرت تزوج تدبر نفسك وروح تدبر نفسك لا هذا مو صحيح لابد من التهيئة شن النصايح يعني شن النصايح اللي أباء والأمهات يقولونها حق الشباب والبنات اللي بيتزوجون حين واحد بيتزوج اليوم شا تقولها شا تقولها بنت مسؤوليتك برقبتك هذا اللي يقولونها يعني دير بالك عليها مسؤوليتك برقبتك شن يعني شن أصرفها الكلمة يعني مو نصيحة يعني وبالتالي يعني إذا انت مرة ثانية يعني شوف مثلا الغزالي ألف كتاب حقه ولده الشيخة علي الطنطاوي الله يرحمه ما حد ما رزق ولد رزق بنات يعني فكان يألف كتب حقهم ابن القيم ألف كتاب سمى إلى ولدي كلهم ألفوا هالكتب في يوم الزواج وعطوهم هدية أنا لما يولدي يتزوج أنا ألفت كتاب 250 صفحة حقه حقه قلت له هذا لك وهذا كان أعطي حق زوجته قلت له هذا ترى أنا ألفته علشانكم أقروه وناقشتهم فيه ويهت بتخرجهم دكتور ولا لأنه حرام صح صح يعني أنت في الأخير شوف ترى الزواج إحنا عندنا عمره ستين سنة ستين سنة والستين سنة كل عشرين سنة هي ثلاثة أثلاث عشرين 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 كل عشرين راح تمر في مشاكل مختلفة عن الثانية وأنا أقدر أقول لك لو تقول لي أنت عين كم سنة متزوج أنا راح أقول لك هالسنة بديك ثلاثة مشاكل وبقول لك شنو مشاكلك الآن عزيح من زوج زوجك عينا زوجك اليوم استعموي ده اليوم يوم الطلاق يوم الثالثة الأول الثلثة الأول مقسم إلى قسمين إذا تبيها يعني خمسة بخمستعش بالضبط خمسة بخمستعش الثلثة الأول عشرين سنة أول خمس سنين لها مشاكلها بعد أن تيك الخمستعش الثانية لها مشاكل ثانية خلصت العشرين الأولى دخلت بالعشرين الثانية عندك تقريباً في العشرين الثانية عندك ثلاثة عشر مشكلة لازم تمر فيها أنت وزوجتك من طابع آخر من نوع آخر في العشرين الثالثة اللي هو من أربعين لستين سنة زين في عمر الزواج وليس عمر الشخص تمام هنا عندكم 11 مشكلة لازم تمرون فيها لازم تتغير العلاقة طبيعي يعني هاي طبيعي تماماً تايب دكتور في أحد يقول لك وأنا راح أيمكن حق الثلثة الأول بعد شوي بس إن الشروط الزواج وفي ناس تقول لك والله أنا بنت تقول من حقه أنا بتزوج واحد أنا مثلا تعب على نفسي دار سبت دراسة جيدة أنا جميلة أنا من ناس أبي واحد مرتاح ماديا يعيشني وهالشرط من تشر وايد هالأيام ونسمع فيه أن البنات يدورون ريال مو بس أنه يعني والله يقدر يصرف على عمسة يقدر يفتح بيت لا يبونه مرتاح مرتاح ماديا وراهي يعني ماديا تستاهل مخالف؟ سنشوف أنا أشجع أنك أنت تحط شروطك للزواج وما في شيء غلط مو غلط لا مو غلط ما في أي عيب خالص لا لا أنا عندي وحدة ذاك اليوم في المكتب قالت لي أني عندي منصة تزويج في 2023 العام الماضي أنا زوجت خمسة ألاف عائلة ما شاء الله في المنصة في الويب سايد والأبليكيشن مالي المهم هياتني واحدة عمرها 22 تشهد قولي أنا حين بخاطرة زوج واحدة عمرها ربعين غلط قلت لها لا مو غلط تشهد قولي بعدين أبي يعني غني ومرتاح غلط قلت لها لا مو غلط تشهد قولي زين أبي يملك بيت ومستقرين إحنا غلط قلت لها مو غلط تشهد قولي زين ممكن أن ييب لك أبوي تسول فيها قلت لها ييبي كانت ييب أبوها طيب جاءت البنت مع أبوها كانت تقول لها ييبي أشوف أنا سألت الدكتور وجاوبني أنا أبيك بعد تناقشة في هالموضوع أنت تقول لي غلط الدكتور يقول مو غلط كانت قاعدة أسولف أنا معه قلت ليش غلط يعني ما خلت تستاهل يعني بس أهم شيء هل هذا موجود إذا موجود عليها بالعافية بس مو كل إنسان يقدر يحقق كل طموحاتها بالزواج يعني يعني أنت عندك شروط معينة عندك طموح معين إذا قدرت توصل 80% 70% أنا أقول لك تزوج هذا التضحية لـ 20% إيه 20-30 بخالف لا يجب أن يكون في التضحية ما تكتر ما في تكامل وهو الزواج متكامل شوف هي هم ست نظريات في الزواج ستة النظرية الأولى يسمونها التكامل يعني أنا بخيل وأنت كريم فلأنت لفت نظري بكرمك وأنت حبيتني لأن أنا بخيل صحب وفي زواج لا مصحب أي فيه طويل وكسير يعني هو طويل وكسير فيه واحد ممكن أحبه واحد لأنه بخيل أي فيه يعني يدقى ماسك شوي أي هي سمونها تكامل نظرية التكامل مثلا اللون الأسمر والأبيض واضح الطويل والكسير متين وضعيف صح هادي وعصبي يعني يلفتون النظر بعضهم بعض فيه نظرية ثانية اسمها التشابه كريم كريمة طويل طويلة فهمت الفكرة صح أنا عندي اثنين تاكل يوم زوجه كان أقول لهم شو لفت نظركم مع بعض طالع شنو طالع هو كان دارس بالشويفات مدرسة في بيروت في لبنان وهي هكرا صيفية صيف في لبنان فله جمالتهم يتكلمون لبنان هم كويتين يتكلمون لبنان هذا المشترك لفت نظر بعضهم بعض عجيب حبوا بعض هذا يسمونها نظرية التشابه الطيور على أشكالها شفت هني النظرية الثالثة يسمونها النظرية الوالدية أنك أنت مثلا متعلق بأمك بشكل مطبيعي تمام فمن كثير ما أنت متعلق بأمك رح تحبيت لك واحدة نفس مواصفات أمك أبت نفس مواصفات أمك أنا عندي واحد ذاكي يوم يعني قال أنا رحت لها في الشوفة الشرعية يعني في النظرة يوم أضحك ما كنت أبي أتزوجها يوم أضحكت كتبت زوجها قلت لها ليش كان يقول لني عليها صفة أسنان مثل صفة أسنان أمي آه شدي شوف تخيل فأحيانا الإنسان يكون متأثر بأمة فيتزوج واحدة مثل أمة أول بنت متأثرها بأبوها تأخذ واحدة أيها تروح تختار واحد مثل أبوها هذه يسمونها النظرية الوالدية فيه نظرية المجتمع أحيانا العائلة القبيلة المجتمع تحطها وابط صح فأنت تفتزم فيها النظرية الخامسة اللي يسمونها الجاذبية الجسدية طيب الشاب يشوف جسم البنت ويه البنت تلفت نظره بس يتعلق أهي تشوف جسمه يعجب تعجب بشكله تتعلق سبعين بالمئة من الزواجات في العالم مسلم وغير مسلم على هذه النظرية الأخيرة نعم مو الأخيرة قبل الأخيرة قبل الأخيرة اللي هي الخامسة هذه النظرية اللي هي الجاذبية الجسدية تمام شنو النظرية السادسة النظرية السادسة اللي هي هذه أنا أضيفها لك أضيفها على مدارس علم النفس اللي حطها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالنسبة للبنت إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه بالنسبة للشاب تنكح المرأة لأربع جمالها نسبيها ومالها فاضفر بذات الدين تريبا تيداك فإحنا عندنا في مفهومنا الإسلامي عندنا قواعد ومعايير للزواج والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاننا إياها يعني شوف مثلا موسى عليه السلام مو كان قاعد بصد الظل بالظل وكان فيه بنتين بنات شعي يسقون وشافوا زحمة فلما شافهم راح بين الرجال وسقى لهم أعطاهم الماء البنت أعجبت فيه هذا أول كلك شو اللي هو بداية الحب فلما راحت البنت حق أبوها شو قالت له هذا بالقرآن القصة بالقرآن شو قالت له يا أبتي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين طبعا البنت ما تقول حق أبوها يبتل أنا حبيتها صح ما نقول شذي هي أمدحتها بطريقتها يعني قوي وأمين على طول الأبو فهم على طول على فهم فهم الرسالة شو قال له قال له إني أريد أن أنك حكى إحدى ابنتي هاتين طبعا أنت بس ما يحرجها ما قال له بزوجك فلانا لقال له واحدة منهم حتى يغطي على الإمدحتها شو يعني شوف أدب راقي يعني تناغم بين الأب والبنت في قضية الحب صح فقال لا تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشر فمن عندك وفعلا صار الزواج هي قصة حب في القرآن صح فإذن مرة ثانية مو غلط البنت تشترط ولا غلط الولد يشترط أبدا طيب ذكرت أولا سألتك أنا سؤال دكتور بس ممكن ما جاوبني بصريح العبارة على موضوع المعاير لتقي من شخص بفترة الخطوبة شون أنا قيم أنا حنش شاب بسيط لا تزوج أنا بعرف البنتها تسرح لماذا صحيح عاقلة كفو تزوجها العكس صحيح حتى بتشوف ذا أنا يعني أقدر شي البيت هو طبعا شوف جمع المعلومات مهم جمع المعلومات طبعا أنك أنت تجمع معلومات عنها بالنسبة للبنت والمعلومات تجمع من ثلاث مصادر المصدر الأول من البنت نفسها لو كان بينك وبينها حوار طيب فتسألها سئلة اي أنا فضل هذا أنا فضل تبي أنا عندي أسئلة تبي أقول لك ياها إذا في أسئلة مهمة مثلا ايه أوه أعطيك يعني مثلا أكو سؤال مهم شنو هدفك في الحياة مثلا ليش هالسؤال مهم يبين لك أن أولا في طموح لو ما في طموح الإنسان هذي يعيشوف مستقبل لو بس يشوف يومه بعدين إذا فيه هدف فعلا حتى أنت تقيم نفسك أنت الهدف هذا تقدر تمشي فيه أو ما تقدر والعكس صحيح ما فضل تسئلة أنا هذا رأي شنو تبي من الدنيا صحيح أنت ورى تبتكمل الماجستين أنت طيب يعني خل نفهم تبتروح دكتورة بتكمل ولا تبي أنت تبي أنت مبتعث بالخارج يعني ولا شنو ولا أنت تبي تشتغل بزارة خارجية تبصير سفير بره يعني ولا ما تدري شنو تبي ولا ما تدري شنو تبي أصلا يعني السؤال هذا وايد مهم هذا يكشف لك شخصية الجدامك هدفك السؤال الثاني أنا وايد يصير عندي إشكالية فيه هذا القضية الجانب الاجتماعي شن يعني مثلا الآن مع انتشار السوشال ميديا وايد فيه شباب وبنات انطوائيين صاروا بصور تلقاه تره هو ناجح في شغلها وتلقاه في الرياضة ممتاز كل يوم يروح الجم بس بالعلاقات الاجتماعية سيئة عطى لابتوب والآيفون يبدع بصور عارف كل شيء عطى game والله يكسرهم كلهم بس عطى زوجة ما عارف يتكلم كلمتين ولا عارف يتعامل معها ما عارف يتعامل معها خير الشر فإذا العلاقات الاجتماعية مهمة وهذه جزء من المعلومات اللي انت تجمعها عن الخاطبة أو المخطوبة عندها صديقات ولا ما عندها من صديقاتها شو العلاقة مع الصديقات عندها ربع ولا ما عندها يطلع يعني خميسين معينام معاهم ولا في البيت ولا شنو ربع دوام هذول ولا ربع مدرسة ولا ربع وين يش يسوي عندهم قاعدة شيشة مثلا كل يوم ولا حشيشة ولا طلعون سفرات ورحلات ولا وين هاي معلومات تنجمع كلها اللي العلاقات الاجتماعية مهمة مهمة يا غير اجتماعي مهمة هو اجتماعي ولا انطوائي تبيه اجتماعي انت نعم تبيه أنا أخذت تبيه الشخص الاجتماعي لو كانت هي اجتماعية طبعا بس إذا هي انطوائية دور انطوائي ممكن يعني ممكن أنا عندي حالات يعني الثيناتهم ساكتين وعايشين وقاعدين بروحهم ما يطلعون ما عندهم مشكلة مرتاحي مرتاحي كيف هذا يسعدهم الله يوفقهم يعني ما عندهم مشكلة لو ما تبين ندخل لهم بس يتكلم عن النظام العام الناس لا الناس تبين تسولف تبين تضحك تبين تطلع تبين تمشه يزرون الأهل يزرون الأصدقاء يسافرون الحياة صح الناس تحب الحياة رأيك دكتور في ناس عندما تسولف معها تصعب الأمور من البداية تحس في ناس سبحان الله يصعبون الأمور تحس هذا ما أقدر عيش معها يعني صح يعني تناقشة بأي موضوع تحس أن يطلع العيوب بالموضوع أحس في ناس كذي طبيعتهم قد تكون سلبيين بعضهم سلبيين بس مش بمعنى أي أو متشائمين متشائمين إيه بس أنت هذا يعني إذا تعيش معها صعب 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 طبعا خاصة إذا أنت القرار بيدك يعني ما حدا أجبرك بالزواج يعني وخاصة إذا عندك خيارات أخرى يعني فهذا سؤال مهم من الجانب الاجتماعي السؤال الثالث مهم ما أنا أشوفه أنك لا تتفهم معاه لو صار زواج الإنجاب تبيه أول سنة ولا مو أول سنة أنا وعيد عندي مشاكل على موضوع الإنجاب شون يصير خلافات يصير ريال لما يتزوجه بي يبي ياهل يتقول أصبر شوي بعضهم يتقول والله ما بيخترب جسمي من أول سنة أو ما بيت واحق بياهل ما بيت واحق بياهل خنشوف علاقتنا وشي تمشي ولا ما تمشي فهذا السؤال الثالث مهم بس فيه جوانب الفحص الطبي ما يعطيك إياها مثل شنو يعني قضية العقم مثلا أو الضعف الحيوانات المنوية أو عدم الإنجاب ما يعطونك بالفحص الطبي الفحص الطبي يعطيك الأمراض الوراثية لكن هذه جوانب مهمة وهذه ممكن توصل لها من خلال فحص خاص أنتوا تسوينها بروحكم مع بعض صح وحلو أنه أنت قبل أن تتزوج تعرف هي عندها مشاكل في الرحم ولا البويضات ولا غيرها أنت عندك مشاكل مثلا في الأحيوانات المنوية ضعفها قوية في عيفة إلى آخرية هذا جانب مهم لابد أن يتم يعني التعارف أو دراستها قبل الزواج موضوع مهم اللي هو معلومات عن الأهل عن الأهل نعم تاريخ الأسرة تاريخ الأسرة وايد مهم يعني أنت حلما تشتري خيل تعرف أمه وأبوه وتعرف نسبه سعره غالي صحيح خير لما تشتري لك خيل من حي الله يعني ففي عالم الحيوانات النسب مهم طيب والنسب لقيمة في عالم البشر هذا من باب أولى شلون لقيمة أنت دا أمه وأبوه تعرف أمه وأبوه وأخوانها مو كافي بس أنت أدرس تاريخ العائلة يعني أحيانا التاريخ يكون فيه أمراض يعني أنا يعني فيه بعض مثلا مثلا تكسر في الدم مثلا وليلين بيبيا مثلا مرض وراثي أنت بتاخذها هذه يعني أنت فيها نفس المرض طيب أنت هنا في الجانب هذا هل هذه اتنائي ناس بكل لا 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 متعرف واحد اثنين أحيانا تصير عائلة مشهورة بالبخل في جديد ايه في أحيانا عائلة مفككة يعني أكو أسرة عندهم ثلاث بنات كلهم مطلقات ولدين كلهم مطلقين وبنتهم السابعة تبتتزوج وانت شايف العين كلهم مطلقين هذا والأم بيت والأب بيت أنا ما أقول لك لا تتزوج هذه السابعة بس أنت أنت داخل على زواج هل تكون فاهم الموضوع تكون واعي تكون واعي هل تكون مستوعب حتى يكون قرارك ناضج شوف إحنا في الزواجات ما عندنا صح وغلط انتبه أنا ما عندي صح وغلط أنا يهمني أنك أنت تقدم على قرار وانت دارسه صح وتتحمل مسؤوليتها حتى العائلة هذه مثلا هذا اليوم عندنا عائلة مثلا فيهم اثنين مدمنين مخدرات اثنين من الأخوان اثنين من الأخوان وبنت هم ثلاثة واحد بيخطبها البنت فهي يسألني قالي شون آخذها قلت أشوف انت شو رايك أول باشر يوكو عيال اثنين من الخوال مدمنين مخدرات ما عندك مشكلة تقول يعني يمكن إن شاء الله يتوبون هو يقول شيذي قلت له إذا ادرسهم قلت له ادرس حالتهم يعني يمكن لاثنين مدمنين قاعدين يسعون للعلاج ما تدري صح وأنا عندي حالات مدمنين وتعالجوا فأنت ادرس الحالة يعني مو مدمن يعني ما نعطي ما تزوج لا مو صح ادرس الحالة إذا شفت العائلة الحشيشة حتى داخل البيت لا أنا أقول لك بتعد تماما بس شنو شنو ذنب البنت دكتور مؤهنية إشكالية أخرى أن البنت هي مالها ذنب بس أنت في الأخير تبي زواج مستقر وتبي زواج ناجح والعكس صحي يحق البنت غزيك التعالي طبعا أكيد إنه ومو قضية بنت ولا ريال لا 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 حتى البنت لازم تدرس أسرة الرجل بنفس الطريقة أمان لما أتكلم أنا ما أفرق بس هذه أنا حسيت أنك صاد خاطر بس أولا أنك انت قاعد تسألني صح صح كنت قاعد تسألني كلها سلة ريايل صح 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 بس أنا شي حتى مفروض اللي يحوروني أثنين صح نيبلك جزء ثاني جزء ثاني أنزي دكتور في مفهوم التضحية تكلمنا عنها فلازم يكون في التضحية ما في شيء اسمها تكامل أنا كنتحط لك هالسؤال بس طيب تطاري مبتشر طيب هل نقدر نقول أن مرحلة الخطوبة هي مرحلة تفاوض مرحلة تفاوض يعني هو يقول له مثلا أنا بكمل دراسة خلاص أنت بكمل دراسة أنا ما بيعيال أو شي يعني سأل هل هي ممكن تكون تفاوض ما نسميها تفاوض بقدر ما هو اتفاق على شروط اتفاق على شروط لأن التفاوض يصير كاسر شوية كاسر مثل عندي واحدة ذاك اليوم قال لها أنا بيج منقبة قالت لا منقبة لا بس محجبة ممكن هي تقول له زي كان يقول لها زي محجبة بس عباية كان تقول له لا شوف محجبة ممكن بس العباية ما تقول لي سودة عباية أخذها من لونة يا والله وما جدامي اثنيناتهم قاعد تضحك أنا قلت له أنا ومرة شوف زي محجبة مفاوضات صح هذه مفاوضات بس لازم تكون أمور يعني واضح أن البنت مثلا يبقى أنا ترى هذا لبسي هذا شكلي أنا فضل هذا وإذا قالت له حفيم قلت له هذا شكلي هذا طريقتي يتزوجها بالصجية يطلع إذا صار اتفاق وإذا أنا هذا اللي أدعو له صراحة أن يكون في اتفاق وقت الخطوة على التفاصل أنا أفضل هذا أنا أفضل خاصة بالنسبة لبنات موضوع اللبس السفر السفر الطلعة بالنسبة لبنات شيء مهم اليوم يعني حتى الاشتراك بنادي مثلا أنا عندي مشاكل في بعض البنات يشتكون لي ما يخلينا نشترك بنادي أنا أسألها طيب يعني النادي مختلط ولا نسائي تقول لي لا نسائي نسائي مراضي قلت لها مو معقول اشتعوها شو المشكلة أنت تلعبين بنادي رياضي نسائي اشتعوها عطيدي رأي لك أنا كلمة ويا كلمة مراضي أقول زيت ليش مراضي ليش يعني البنت تلعب رياضة حق حق يكون فيه تحق عيالك حق في ذلك اليوم أنا عندي واحد كان كل الشي يعني مقفل تماما نشان أقول لا أقول لك تسوي لها نادي في البيت سوي لها نادي في البيت نشان يقول أسوي لها نادي قلت لها بس شرط نادي بالمواصفات اللي هي تبيها مو على كيفك تشكوا أسوي لها نشان أقول لها أعطي فرصة شهر خلشوف وسوى لها نادي على المواصفات الهتبية يعني زين تشان تقول لي بس أنا عندي ثلاثة أربعة صديقاتي في النادي يعني أسولوا فيه قد تدين صديقاتك خليهم بالنادي ويبيهم عزميهم بالأسبوع يوم مورا قاعد أحاول لحل مشكلة ما بتوصل طلاق بالأخير صح فقاعد أحاول يعني أوفق وفعلا صاروا صديقاتها كل أسبوع يوم اللعبون رياضة عندها يوم عجيب وصار ناديها بالرياضة ناديها بالبيت يعني أحيانا تصير باك لو هذه القضايا تم مناقشتها وقت الخطوبة على قولات إخواننا المصريين شو يقولون اللي أول وشرط آخر نور آخر نور آخر نور بسخوان المصريين ما شاء الله يطولون بالخطوبة ثلاث سنين أربعة سنين فأكيد آخر نور قلت بعد يقول آخر كشاف بعد مون دكتور استعداد أنت تكلمت عن الموضوع هذا بس أنا ودي أسمع منك هنا صراحة فكرة فترة المرأة والرجل على الزواج الفرق بين فترتهم بالزواج يعني طيب شون تفكير المرأة والرجل استعداد أهم ما شوف يعني الإنسان الطبيعي إذا كان رجل يفكر في المرأة طبيعي والمرأة تفكر بالرجل الطبيعي لكن الله عز وجل ما خلقهم في فروقات يعني المرأة اهتمامها بالجمال مثلا أكثر من اهتمام الرجل في الجمال وحتى لو الأثنين مهتمين في الجمال اهتمام المرأة في تفاصيل الجمال أكثر من اهتمام الرجل في تفاصيل الجمال وبذلك هنا المفروض ما يعيب واحد منهم الثاني يعني الريال مثلا يوقف جدام المنظرة يضبط نفسه بخمس دقائق إنتي المرأة جدام المنظرة تضبط نفسها بساعة غلط إنه يقول لها أنت غلطانة غلط غلط طبعا هذا الشيء اللي يمتعها وهذا الشيء اللي يسعدها خلها 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 إذا تحب الميكوب تحب المكياج وتحب أحيانا شي سوي يعني الريال لما ينعزم على عرس يلبس جداشة واحدة ويطلع قطرة واحدة ويطلع المرأة لا أولا تحط على السرير ولا على القنفة ست سبع نفانيف أول شي تشوفه بعدين تصالف أيوة لا هذا ولا هذا ولا هذا خلص بعدين تروح تلبسهم تجربوا وتشوف نفسها في المنظرة تشوف هذا هذا زين ولا هذا مو زين زين بعدين لما تختار تروح تختار الميكياج اللي يناسب البدلة البدلة يعني المسألة عندها يوم كامل الراحة يعني هذا مو غلط بس الريال اللي ما يفهم يشوف هذا غلط يقول الله يقولش دعوش يعني الإنسان عدوه ما جهل الإنسان عدوه ما جهل لكن احتفل القرآن ذكر الله عز وجل هذا الأمر هو من يشأ في الحلية وهو في الخصام غير المرأة تنشأ بالحلية يعني المرأة تنشأ على الجمال والدلال والدلع والزينة والكشخة شلون هاي تنشئت المرأة وكل واحدة تعريف الجمال عندها مختلف وكل واحدة تعريف الكشخة عندها مختلف بس خلها تكشأ خل تستانس هذا واحد اثنين المرأة بفطرتها تميل للمحافظة على العلاقات يعني حتى وهي تسالف ما تبي تجرحك بكلمة المرأة ما تبي تجرحك لا ما تبي تجرحك أوكي ترقاها السالفة ما تصير طويلة ليش لأن قاعد حاول توصل لك المفهوم متسالف تأخذ راحتها عليهم ما يشعر بموائد شديد بس لن يشعر بموائد لا 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 السؤال لا المرأة ترى ذكية صح ذكية وفهمها أعطفية ذكية لا وتعرف شون توصل لها تعرف شون توصل طريقة ذكية جدا الريال دفاشة يعني الريال لا دوم جدعوم صح انت سعيلت انت رضيت مو قضية لا المرأة بالنسبة لها قضية المشاعر عندك بالنسبة لها قضية ولذلك فك الشفرة هذه شفرة المشاعر فك الشفرة عند المرأة أقوى من الرجل يعني المرأة ممكن يشوفك يشوف وي هيك تقول لك شو نفسيتك لا الريال يقدر يقول لك شوف وي هيك الصبح وشوف وي هيك العصر وشوف وي هيك الليل وي هيك واحد ما درعني إلا شاندارس فهم النفسيات شيذان أنا قاعد أتكلم عن الطبيعي فإذن الرجل والمرأة بالفطرة هم مهيئين نفسيا فرب العالمين خلاهم مكملين بعضهم بعض مثل آدم وحوة كل واحد يكمل الثاني ولذلك يشوف مثلا في الأرقام ثمانين بالمئة من الرجال في العالم أقوى من النساء في الأرقام بدنيا تقصد أقوى شنو أرقام لا لا يعني مثلا اسأل المرض رحت السوق كم شريتي هذا تقول لك آه والله ما أذكر آه في الأرقام حرفيا لكن الريال لو تقول الستارة اللي يركبها من عشرين سنة لما تزوجها كم دفع فلوس على الستارة يقول لك يقول لك فعالم الأرقام عند الرجال أقوى منه من النساء النساء شنو عندها القوة القوة في الأشكال المرأة في الأشكال أقوى منها في الرجال شنو تقصد الأشكال أشكال يعني مثلا يعني ما تشوف ستارة معينة تقدر تفرز تفرز وتقدر تختار الريال عندها ثلاث موديلات واحد صح أتي اللون الأزرق مثلا زين تحط الأزرق والنيلي والكحلي والتركواز تقول لك حق الريال الشايف يقول لك أزرق حين هذول الأربعة أزرق هذه أربعة أمام مختلفة عند المرأة أتي حق المرأة لا تقول لك هذا تركواز هذا أزرق هذا نيلي هذا كحلي هذا لا 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 أنت شفت قد مرة دخلت يعني مكان الحمراء والروج والمكياج حق النساء المرأة شفت الألوان حق الحمراء شف درجات الأحمر وأحنا نشوف أحمر واحد شفت بينما هما عشرين وواحدة ترى كل واحدة لون كل واحدة درجة من درجات الأحمر المرأة تلقط تشوف فإذا لابسنا في نوف معين تعرف أي درجة من الإحمرار تختار أنت لا بالنسبة لك لا كلهم لون واحد فإذن النظرة مختلفة واحد اثنين المرأة تنظر للتفاصيل أكثر يعني لما تشوفك تشوف قماش دجداشتك تشوف مسباحك تشوف شعرك تشوف شكلك تشوف عيونك تشوف حواجبك تشوف خشمك تشوف 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 تقولك ترى أكون أفرهنية ترى أنت لازم تاخد الكريم اللي فلاني تحطك لكن أنت لما تشوف المرأة لا أنت تشوفها لوحة كاملة أنت التفاصيل هذه حواجب عين خشم ما وذلك أنا أقول حق الرئيال دائما لا تشذبون ليش من أي منطق انكشف انكشفها طبعا طبعا لأن الريال لغة الجسد مالتا تكشف كلامه تكشف كلامه فهو يقول لها لا بس لوحة يقول نعم فيها عارفة المرأة تلقط الوي تلأكو لغة المرأة تفهمها فأنت العزم ما تشذب إذا تشذب تكشفك تشذب على الريال عادي تمشي عليها ما عندها مشكلة الريال ما يلقط إلا إذا فيه معلومات الريال يلقطها بالمعلومات بالمنطق المعلومات بالمنطق المعلومات مو بالشكل المرأة بالشكل نعم إذن استعداد الفطري هذا رب العالمين ليش خلقها في الرجول المرأة للتكامل ليش التكامل حتى الأسرة تكون مستقرة ليش الأسرة مهم لها التكامل حتى تصير تنشئة الأطفال يأخذوه من الأب ومن الأم فيأخذوه من الذكور ويأخذوه من الإناث وكل رجل يحتاج ذكور وإناث كل رجل أنت الحين تحتاج وأنا أحتاج ولذلك حتى هرموناتنا إحنا عندنا أنا يحمر رجل أنا عندي هرمونات أنثوية وعندي هرمونات ذكورية المرأة نفس الشي عندها هرمونات ذكورية وعندها هرمونات أنثوية كل إنسان عندها الخلطة فمهم جدا أنه الاستعداد الفطري يكون فيه توافق وتواهم عجيب اللي يقول لك أي نوع حب مطلوب في الزواج فيه نوع معين مطلوب يعني فيه حب معين مطلوب أو الحب اللي هو نتكلم عنه ونسمع عنه في الشعر والقصص شوف هو الحب يتغير في مراحل الزواج وهلو يتغير ينضج ولا يتغير شونه يتغير معناه ويتغير طعمه وريحته ولونه آه يتغير تماما تماما يعني أنت لا شفت لك واحدة وحبيتها ولا يحبتك يصير فيه جاثبية قوية يعني وهذا الحب حب مراحلة الأولى نسميه العجاب وعادة يصير يا بالنظرة يا بالشكل يا بالتعامل ويصير الحب قوي ويتحول إلى مرحلة ثانية يسمون الحب الرومانسي انت حب تقعد تحب تسالف تحب تشوف هذا عادة علماء الحب اللي هو السايكولوجي يعني يقدرون يقول لك من سنة لثلاث سنوات عادة بعدين يتحول إلى معنى آخر للحب إذا بهالثلاث سنوات انت حسيت أنه فلانة هذه متوافقة معاك وانت مستانس وماشي تمام معاها بعدين يصير حب تعاوني شنو حب التعاوني حب التعاوني أنك انت ما تقدر يعني تستغني عنها ما تستغني عنك وانتو ثانياتكم واحد شاي للثاني تعرف لما تلعب لما تلعب كرة غدام شون انت باصي مع انتمان واحدة 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 بعد تتحقق الهدف انت شذي انت ترفع هي تجبس هي ترفع انت تجبس ما تجتغي عنها خلاص يعني بتعاوني يعني انت اكون حب تجاهها وبنفس الوقت في تعاون على الحياة تقدم شوية الله يرزقكم عيال يتحول الحب بعد سبع ثماني سنين إلى شيء يسمونه الحب المسؤول شنو هذا ان ثانياتكم شانين مسؤولية واحدة اللي هي مسؤولية البيت الاسرة والعيال عجيب وانتو قاعدوا توزعون لدوار بينكم ففي اشياء انتم يعني في العيون قاعدوا تفهمون بعض وفي اشياء بينكم وبين بعض طبعا انتبه لي حق نقطة مهم جدا في مسيرة تنوع الحب هذا مهم جدا ان تكون العلاقة خاصة مستمرة اللي هي علاقة الفراش لا تكون مستمرة ضرورية جدا من توقف تصير اشكالية في العلاقة العاطفية والحب هي تقل يعني مع الوقت ولا تتدرج ولا شنو يصير في مشاكل في جانب المرأة ومشاكل جانب الرجل يعني بالنسبة ادخل بهالموضوع افتح بالنسبة للرجال مثلا اذا حبيت الرجل لما يتزوج يكون وايد متحمس في البدايات ويكثر في البدايات بعدين يحس ان الاسرة مسئولية فيصير مخة ينصرف الى شون امن مستقبل الاسرة خاصة ذي العيال وشون امن مستقبلهم وشون يتحول تماما منين شغل مخة يصير هذا الجانب يضعف عندها شوي يصير اكو هدف هو مركز عليه وشلون يهمل هذا الجانب مرة ثانية لازم يصير فيه وعي وعي ها ايه يعني يشوف اهل الكويت عندهم ترى مثل حلو قديم شكولون شكولون يقولون اذا ابتعدت المخاد ابتعدت المواد شون يعني المودة تضعف المودة ايه المودة تضعف الحب يضعف لان الله عز وجل خلق ال آدم وحوه من نفس واحدة والمبيت بالفراش يرجعهم نفس واحدة فاتي على نفسك شوية يعني اذا حسيت ان ها يعني نيلحجين تقصب نفسك شوية يعني ممكن ممكن او تسوي لك مثل يعني نظام او جدول على الأقل يعني ما يمر أسبوع إلا في علاقة صح وهذا مهم علشان تستمر العلاقة الزوجية تنتقل من تعاونية تنتقل من المراحل بالضبط بالضبط وبعدين المرأة تعرف يعني عقلية تحليلية المرأة تحلل واحد فحتى لو الرجل مثلا ضل شهر شهرين ما صار في علاقة تبديه يتفكر سأل ليش يعني 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 في مشكلة شه السالفة أخاف شايف واحدة ثانية صح او انا عندي مشكلة يعني بس وما قاعد يصارحني تعرف تبدي عقلية تحليلية تشتغل ممكن العكس صح يعني اقصد المرأة ما تبي يعني واذا المرأة ما تبي هل شون استقبال الرجل لهذا المرأة طبيعي تمر في ظروف ما تحب العلاقة لأن عندها حمل عندها ولادة وعندها دورة شهرية وعندها أوقات النفاس هذا الفتور العاطفي ولا ما لنشغل لا الفتور العاطفي غير شب ثاني اوكي خلاص اي خلاص لكن الظروف الصحية خنقول اللي تمر فيها المرأة تأثر عن نفسيتها وبالتالي هذا الموضوع يعني ما يكون بالنسبة لها ذو أهمية لكن يعني أنا عارف وايد نساء شطار يعرفون أن هذا الموضوع مهم فيصير أهما يشبعون رغبة الرجل حتى لو أهما ما عندهم الرغبة شطار أنا بالنسبة لي شاطرة هذه شاطرة عارفة شون تحتوي عارفة وفي بعضهم طبعا تصير نوع من المصارحة تقول له والله أنا هالأسبوع ترى ما أقدر أو وبعدين أو تقول أني عندي ظرف معين ممكن يصير يعني يعني مثلا عندي بعض الحالات تصير ديكاترا مثلا نظام شفتات هي مرة بشفت مرة بشفت نعم عندي زوجها كفتن طيارة مثلا نعم تطلع على نيويورك ترجع يعني فتصير الجدول ما لها مرخبة طول ما تيه البيت بتنام نعم من الرحلات فتصير هنا المشاكل الأسرية مختلفة الزوجية فإذن الحب باختصار الحب يتنوع طيب فيه هنا سؤال مهم الحب ما ذكر بالقرآن بين الزوجين ترى شيء غريب هذا لم يذكر ما ذكر شنو اللي كان مع أن الحب ذكر بالقرآن صح إن الله يحب المتطهرين إن الله يحب التوابين صح بس كزوجين ما ذكر شنو ذكر ذكر المودة والرحمة تعالى بينكم المودة والرحمة طيب سؤال ليش القرآن ما ذكر الحب لكن ذكر المودة والرحمة ليش لسبب الحب يكون موجود بين الزوجين في بعض العائلات وفي كثير من العائلات الحب ما يكون موجود أين لا يصير رقشي ثاني موجود شو شو طبعا كم حب تعاون عشان شي قد أقول لك شنو ممكن عشان جدي اللابو ستوري مدائما موجود موجود ما في عادي ما يكون ما يكون في بينهم أو يبدأ الحب بعدين ما يكون موجود هو الحب ممكن يبدأ قوي بدل يضعف ممكن يموت بدل يرد يحيى طبعا طبعا عشان جدي القرآن ما ذكر الحب ذكر المودة المودة هو الإطار العام الحب هو جزء من المودة ما جاء رجل عمار بخطار رضي الله عن يشتكى على زوجته قال أبطلقها قال ليش قال لا ما في حب قال أويحك أولا كل البيوت تبنى على الحب أنت وين عايش أنت فاهمت الزواج غلط وكل بيت كل اثنائهم الزوجين هنا عندنا حين ربع مليون بيت في الكويت لو فتحنا الأسطح حق كل زوجين كلهم فيهم حب لا هذا الفتور العاطفي لكن في مودة في مودة المودة هي أكبر من الحب أوسع فيها أوسع المودة يعني العشرة يعني ممكن يستمرون علشان الأولاد يمكن يستمرون لأنه عندهم احتياج يمكن احتياج مادي يمكن في مصلحة يمكن في ترابط عائلي يعني في وائد أهداف وشرت حب وشرت حب لكن إن توفر الحب هذه نعمة عظيمة وخير كبير ممكن يموت الحب وممكن يحيى ممكن يموت ورد يحيى نعم وأنا دخلت في حالات من هالنوع دخلت في حالات دخلت حالات وايد الحب ما ترد حيا وعندي قصص في قضايا الفتور العاطفي لما يموت الفتور العاطفي لا مو موت نسميه مرض الحب الحب مرض شوية عادي مثلا هالأسبوع أنا ممشتهي فلان عادي حالا تترى على مستوى أسري أنت تكون معرف أخوك بعدين هالأسبوع أنا ممشتهي يعني ولو تكون معرفي يجيك اللي دائما نوية ما في مشكلة الفتور ما في مشكلة فيه تبني أخذ برايك دكتور خمس دقايق ولا ممورك طيبة أنا بالنسبة لي أموري طيبة تمام قبل الحب قبل هذا كله هامشي تصير صديقتك يعني تقدر تطلع وتروح وترد معاها ولا فيها المفهوم موجود هو المفهوم موجود مفهوم هذا دارج دارجي ايه دارج هل لازم تصير صديقتك قبل ما أقدر هل لازم تصير صديقتك و لازم تصير حبيبتك هل لازم تصير زوجتك هو طبعا هذا الموضوع نسميه تمثيلية لو صارت لأنه شوف أغلب المتزوجين الشباب والبنات ينصدمون بعد الزواج أنه عندهم علاقة حب سبع سنوات قبل الزواج لكن بعد ستة شهر من الزواج أيون عندي في المكتب يقولون شيء مو معقول تقول والله عندي علاقة معها ثمان سنوات والله وكنا كل يوم بالتلفون ساعتين ثلاث من كثر واحنا متعلقين ببعضهم نحب بعض طيب بس بعد ما نزوجنا شفت وي ثاني شلون مو معقول طبعا أغلب البنات والشباب أكون معلومة ما يعرفونها شنو عبالهم لما يصير تعارف بالتلفون ولا بقهوة ولا بطلعة ولا بدراسة جامعة عبالهم أن هذا الإنسان هذا هو هذا جديد لما يكون تحت سقف ويتحمل مسؤولية وبيته أسرع عبالهم هذا هو لا لا الإنسان الإنسان شوف يتغير حسب الموقف حسب الموقف هذا اللي الشباب والبنات مو مستوعبينه يعني هي لما تعرفت عليه وهو تعرف عليها قبل الزواج تشوف الكلام عسل صح بعد الزواج صار ثقنة عسكرية كلها أوامر وين العسل شلي تغير يا أنا أقول لك شلي تغير أظهرت الحقيقة ما كانت شايفتها إلا أنت حلما تروح عرس وتبارك تراها مو شخصيتك مو انت جذي صح وينتك عجامل صح الصداقات والعلاقات فيها مجاملات بس شون تقدر تعرف هذا الشخص ما تقدر توافق يعني ما حطيته تحت اختبار يعني هو الزواج اختبار يعني أنت مثلا أنا عندي قضية نزين تقول لي ثلاث سنوات بيني وبينها علاقة تزوجنا تقول لي دكتور من A to Z كل شي علي أنا في البيت حتى قلم ما يشتري هذه شون تكتشفها ما تقدر ما تقدر أنت مهما صار عندك صداقة مهما عندك علاقة ما تقدر تكتشفها صح هذا في النقص قضية تحمل المسؤولية ما تقدر تصيدها ما تقدر ما تقدر قضية البخل ما تقدر تصيدها عندي أنا قصة ثانية أهم شذي علاقة حب ثلاث سنوات ما أدري أربع وكان لما يروح من مطعم يدفع صار الزواج ما يدفع طلع لها على حقيقتها ما يدفعناك عشان بس يشتري حبها يعني بس مصلحة يعني بس الحقيقة متش ذي البنت بعض المرة تقول هذا الريال ما يحبني بس هو يحبها بس هو يعبر بطريقة مختلفة شون البنت ولو أهم العكس صحيح شون البنت هل مهم أصلا يعرفون إذا هي تحبها وهل يحب من طرف واحد هي عبالها أبي أفهم داناميكية هذي هو كل إنسان يعبر عن حب بطريقته يعني 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 الحب لغات في شي بالكلام في شي بالمعاملة في شي بالعطية في شي بالتضحية في شي بال يعني بحل المشاكل وفي شي بالتعبير وفي شي بالتعبير أنت تحب التعبير وريال ما يعبر راح تعيش هي في مشكلة بس أنا عندي تمرين أدرب في الشباب شون لما تيني شكوا من هالنوع أقول لها تعال تحب أنت تتدرب شون تعبر يقولي أنا مستعد طبعا بعضهم يقولي أنا ما أقدر تقصى الحق من نفسه ما أقدر ما أقدر مو شخصيتي ما مو شكلي ولا شخصيتي هذا أنا تبيني أهلا وسهلا ما تبيني أنا وبعضهم قال أنا أتمنى أنا تربيت في بيت أمي صامت وأبوي صامت ولا حتى فيهم يعبر ولا حاجة أنت مع التعبير طبعا شون التعبير أصلا مهم المرأة تضرب بالسمع والرجل يضرب بالبصر هاي هذه قاعدة مهمة يعني حتى في العلاقة الفراش أكو بعض الزوجات عبالها أن ليك شخت ولبست يعني سوت الواجب يعني لا لا الرجل يطرب بالبصر وهي فيها تفاصيل المرأة تطرب بالسمع المرأة تحب تسمع وإنت واجب عليك بدعم تحب واجب عليك أنك تسمعها وتقول لها كلام تمدحها تثني عليها التواصل البصري في عالم المرأة مهم شوفها بعينها يعني تقعد هي تسولف وأنت مثلا عيونك ما تشوفها لا تنزعج هي أو قاعد تشوف تلفون أو أنت مشغول بشي هي تفسر على طول أنك أنت ما تحبها ومعطيها اهتمام طبعا فالتواصل البصري في عالم المرأة مهم فالأصل أنك تعبر يعني أقول لك الريال أنه شكول نزر قباني أن الجمال وفي حرم الجمال بمجرد ما أنت تمدح الجمال أنت قاعد ضاعف هذا الجمال أن الأصل أنك ما تمدح لا مو صحيح مو صحيح لا 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 بالعكس 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 مفروض أنك تمدح وتثني وإذا هي سوت موقف ولا سوت شي تعطي يعني تقول ليش لا كلها طبعا كل إنسان ترى يحب المدح صح والمدح يعني شايف النفس شايف النفس وبعدين مفتاح أنت حين إذا تبي تخلي شخص يعني تبي تطلب بنا طلب وتبي يشرح صدرة ما تدخل في الطلب مباشرة صح تمدح يعني حتى في الدعاء لما تطلب أنت ما تدخل تطلب من رب العالمي مباشرة لا تقول في البداية اللهم أن يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس بعدين تطلب طلبك فأنت قاعد تمدح الله أول بعدين تطلب طلبك صح طيب من باب أولى البشر نفس الشي لما تتعامل معهم لاز تمدح وبعدين تطلب الطلب فالمرأة اليوم مظلومة من كثير من الرجال بسبب عدم فهم الرجال للجانب العاطفي اللي تعيش المرأة ما عندهم هذا العلم الرجال اليوم ما عندهم هذا العلم المرأة عندها احتياجات والمرأة عندها صراخات يعني يعني أنا من ثلاثة ربعة أيام عندي وحدة شذي من عمرها ربعين سنة تزوجت واتطلقت وعندها عيال ومربي عيالها ويا هي تقول أنا محتاجة ريال ريال طبعا محتاجة بيحد يسوله معه بيحد يتكلم معه وما بيسوي حرام طبعا فيعني هذا احتياج وهذه فطرة في البشر فطرة البشر وفطرة الرجل أن يحب أكثر من وحده قضية الحب شوف أكو عالم فرنسي اسمه لولو حتى اسمه غريب شوية قال له في كتاب سمى حب للأبد في الكتاب هذا خبير فرنسي يقول أن الرجل لديه القدرة أن يحب أكثر من امرأة هو يقول شذي لكن الرجل لا يستطيع في العطاء أن يعطي أكثر من امرأة بنفس العطاء ما يقدر هذا كلامه فموضوع الحب الرجل ممكن ينوع ويعدد بالحب لكن بتنوع الحب مو نفسه لا مو نفسه يعني حب يحب وحده مثلا لأنها تعاملة مثل أمة فهو يحبها حب أموما شوف بينما يحب الثانية يمكن عشيقة هذه نعم غير تدللها مش تسوي كذا فحب هذه غير حب هذه فلازم يعدل بينهم بس ما يقدر يساوي يعطيهم نفس الشيء بالعطاء الدراسات والأبحاث تقول ما يستطيع لذلك إحنا ليش الإسلام حط نظام التعدد لأنه يلزمك في العطاء تصير فيه عدل وهذه قضية حقيقة مهمة فهو يشوف عند هذا شيء وشوف عند هذا شيء ثاني صحيح هو الأولو هذا من زين البروفيسور يقول المرأة لا تستطيع أن تحب أكثر من رجل هذا كلامه طبعا أنا بالنسبة لي أنا صار لي أكثر من ثلاثين سنة عالج مشاكل أسرية في الثلاثين سنة مرت عليه حالتين بس نساء شنو يحبون أكثر من الرجل يحبون ويحبونهم ها حالتين حتى كنت أناقشهم ونسولف معهم كذا كنت مستغرب يعني هذا يعني باب بحث بالنسبة لك يعني شيء بالنسبة لي غريب يعني كان غريب زين تكلمنا عن الغيرة ولا ما تكلمنا عن الغيرة ما تكلمنا عن الغيرة تعامل الأنثى والما قلت أنت تعامل الأنثى وخوف أنه ممكن أقع يكلم واحدة ثانية ولا شيء ودي تكلمنا عن الثقة بين الزوج والزوجة والغيرة يعني ودي عدش فيه موضوع شوية من باب آخر قريب منهم بس فكرة الثقة والغيرة سواء الرجل على المرأة مثلا شخص ذكرت لي حتى ما كان يخليها تروح تتمرن في نادي نسائي ممكن باب غيرة ما أدري ممكن لكن فكرة الغيرة هذه يعني شوفوا موضوع الغيرة احنا عندنا الغيرة وعندنا حب السيطرة والتملك يعني هذا شيء وهذا شيء اللي قاعد يصير عندنا خلط أنا علشاني أغار أبي أتحكم فيك أبي أتسلط عليك لا مو صحيح أنت ما تملك تتسلط صح ولا تملك تتحكم الغيرة هي مشاعر في المرأة أو في الرجل الغيرة بالنسبة للمرأة هم نفس الشيء يطلع عندها شعور التسلط وشعور التحكم لذلك الرجل في البداية يعني يمكن يستانس والله مهتم فيه يعني تقولها سوي شي لا تسوي شيذي بس بعدين يبدي ينحاش لأنه نحس أنه مقيد وكعيد ضايق صحيح والغيرة عندنا نوعين سواء في الرجال والنساء في الغيرة الطبيعية اللي هي مثلا صار موقف يعني كل أسبوع مرة كل شهر مرة حلوة حلوة هذه مو غلط تحسسك أنه يعني أنت محبوب وفي الغيرة المرضية على أي شيء على أي شيء لو يمسك الكوب ما بي يمسك اللي يمسكني أنا بس في ناس جديد طبعا يسمونها غيرة مرضية وأنا عندي طلاقات صارت من الغيرة المرضية وصارت للطلاق يعني يقول ما نقدر نعيش ما نقدر ما نقدر عندي واحدة يقول لها خل تلفونك مفتوح 24 ساعة شو مفتوح يعني يعني التصنيم في بعض ومفتوح مفتوح خلع شون شايفة منها شيء لا بس أبي عارف كل لحظة وين تروح وأبي اسمع سوال فك ما قدر ما قدر أعيش شو دي ايه مشكلة بقع أقول لك التحكم والسيطرة ما أخاف هذا أنه ممكن تتسوي شيء لا خلاص لا تطلقها خلاص هي قلت قلت لي دكتور ما أقدر قلت له بس بيطلق قلت لي خلي طلق يمكن تطلق علاج لي شي جاوبتني تنزيل روحتها عن طبيب نفسي يعني واضح أنه غيرة مرضية فاشاهد أنه الغيرة نوعين في غيرة طبيعية وهذه حلوة جيدة بالعكس ممتازة وكل واحد خليه استجيب حق الثاني خليه استجيب يعني شيء حلو بين الطرفين يصير بينهم غيرة موضوع الثقة قضية أساسية 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 زواج من غير ثقة يعني رح يكون زواج ما فيه أمان والزواج مبني عن الأمان يعني خاصة في عالم المرأة المرأة عندها الأمان مهم والرجل عنده الاحترام مهم ايه أنا يبقى أقولك ثقوا الاحترام فهم علاقة بين أنا سويت بحث مرة على تغريبا 300 عائلة في الأولويات سميت البحث الأولويات وكنت أسأل المرأة عاشر أسئلة والرجل عاشر أسئلة فطلع عندي نتيجة البحث باختصار المرأة عندها رقم واحد الأمان تبي تشعر بالأمان مع هالريال أن إيها تقدر تثق فيه ولا هو يثق فيها لأنه إيها تثق فيه تبي أمان حتى لهم قصر في حقها بس المهم تبي تعيش بأمان الرجل بالنسبة له طلع عندي في البحث هنا رقم واحد احترام عالم الاحترام في عالم الرجال شيء كبير جدا شون القصب تحترمه يعني كل ريال له طريقة طبعا الاحترام يعني في الكلام في التعامل في الاحترام أهله احترام أمه احترام أبو يعني الاحترام بشكل عام هذا وعيد مهم طيب دكتور الحين يصير في تصير فيه خيانات في الزواجات والخيانة ما تصير منيوة الطريج لازم يكون فيه سبب الخيانة عادة تلعني بيعرف الخيانات اللي ما بيقولك مبررة أبيعوش الخيانات اللي ما لها عذر الخيانات اللي نتفهم ليش صارت الخيانات لكنها مغرط يمكن هو طبعا يعني هي الخيانة لها أسباب سواء للرجل أو المرأة في الغالب اللي يكون لها سببين رئيسيين وفيه أسباب أخرى السببين الرئيسيين إما يكون دافعها دافع عاطفي يعني الرجل يميل للمرأة لأنه قاعد تعطيها عاطفة أو فاقدها بالنسبة له قد يكون اهتمام أو احترام فاقدة هذا معنى العاطفة في تفسير الرجل المرأة ممكن تفتح علاقة هم لأنها تكون محرومة يعني من زوجها واحد صحراوي جاف وذاك سمعها كلمتين ثلاث وأطرب أذانها فبالنسبة لها هذا الكلام يمتعها فقد يكون هذا منعطف خنقول هذا السبب الأول العاطفي السبب الثاني لا قد يكون سبب جسدي جنسي يعني سواء في احتياجات الرجل أو احتياجات المرأة اللي محرومة من زوجها طبعا نحن قاعد تكلم عن منزوجين صح؟ صح تمام هذول سببين رئيسيين من هالسببين يطلعون مجموعة أسباب مثال أحيانا يتربى الشخص في بيئة يعيش خيانات يشوف فيها يشوف فلما يتزوج وهذا النموذج اللي عايش وشايفه فبالنسبة لنموذج عادي يعني يعني أنا شفتها يعني عادي يعني شو المشكلة أن يصير في بيتنا نفس الشي يعني عارف شو أنت عمل معه عاطفي ومرت أنا عليه حالات من هالنوع مرت ها أن يكون مثلا الأبو ولا الأم صحيح شي ثاني من كثرة ما يشوف مسرسلات أفلام سوشال ميديا يتأثر في العلاقات المفتوحة وفي الخيانات يتأثر وإحنا عندنا قاعدة شو تقول كثرة المساس تميت الإحساس شوال أنت لحين لما تطقني مرة أقول لك آخ أي خلاص أقول لك طيق 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 خلاص طيق فكثرة المساس تميت الإحساس مم وبالتالي الواحد لما يغذي مخة في عالم البرمجة يسمونها الهاردسك هذا اللي فوق مم زي لما يغذي من السوشال ميديا من المسلسلات من الأفلام كل خيانات 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 كل فيلم كل مسلسل أدخل فيه في قصة حب وفي خيانة فشنو صار عندي صار خلاص المألوف يؤلف صار أنه هذا جزء من المجتمع طبيعي يعني أنتو لاش نسويناها جريمة لاش نسويناها غلط شنو مشكلة في الموضوع شنو مشكلة وبالتالي هذه واحدة من الأسباب أحيانا تكون أسباب فيها قهر وإكراه وهذه مرت عليه يعني مثلا مدير صاحب منصب منصب في الدولة يعني يرسم على بنت معينة وترقيتها بيد فلان فيبدي يستفزها تبين ترقية استجيبي لي وعندي قصص طبعا طبعا أحيانا تستغرب من المرأة تجاه رجل تبتزها فإذا الخيانة فيه خيانة بالإكراه في الإجبار وفيه خيانة لا يعني تطوعية يعني الراحة ولذلك شوف يعني إحنا الدارج عندنا مصطلح الخيانة ترى بس هو القرآن ما قال خيانة بالمناسبة قرآن ما سمها خيانة سمها فاحشة فاحشة أكبر لأن أنت عندك أحيانا خيانة كلامية أحيانا عندك خيانة جسدية أحيانا عندك خيانة وطنية خيانة مو بس زوجية فيه خيانة دينية من خان الله ورسوله صح تعرف أن الخيانة التربوية أشد من الخيانة الزوجية الخيانة التربوية أشد شون ممكن تكون خيانة تربوية أني أنا عندي أولاد وبنات وأخون الأمانة فيهم أهملهم تربويا هذي أمانة صح هذي أشد من الخيانة الزوجية أنا دمرت إعيالي وضر حبيتم تربية صالحة بس إحنا لأنه الميديا والإعلام مركز على الخيانة الزوجية فصار في مخنى أنه بس أكو خيانة وحدة هي الخيانة الزوجية لكن الخيانة خيانة يعني شوف قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هذه المرأة قاعدة تخون زوجها وزوجها ملك ليش خانتها؟ لأن زوجها ضعيف الشخصية واحد اثنين لأن يوسف عليه السلام آية في الجمال وزوجها مو بها الجمال فهي يأسرها الجمال ويأسرها أن شخصيتها قوية يوسف عليه السلام شخصيتها قوية وزوجها شخصيتها ضعيفة إحنا شون عرفنا شخصيتها ضعيفة؟ عرفنا شخصيتها ضعيفة منه لما يعني كشف الأمر واكتشف أنه قد قميصة من دبر معناها هي أسحبتها فعرف أنه زوجتها هي لارتكبة الخيانة إيش قاله هو؟ قال له استغفري لي ذنبك وإنت روح السجن ريال يشوف زوجتها متحر شي ابنه وولده عمره 15 سنة بس استغفري ذنبك تشيت تحت شي ما عندك شخصية أنت أنت مريال فشخصيتها ضعيفة والمرأة ترى تحب الرجل شخصيتها قوية شو بمعنى شون شخصيتها قوية؟ المرأة تحب الحازم تحب صاحب القرار تحب اللي عندها رأي تحب الشخصية قوية أما شخصية ضعيفة ما المرأة ما يلفت نظرها والرجل لما يصير غير مسؤول يطيح من عينها أصلا مريال يطيح من عينها فهو تبحث عن الرجل بالدرجة الأولى بالضبط صاحب قرار صاحب رأي فالخيانة إذن أنواع والخيانة أقسام ولذلك شوف من جمال القرآن أنه في لحظة الهبوط الإنساني القرآن ذكرها يعني ما فيه عيب واحد يتكلم في الأمور الجنسية صح غلقت الأبواب وقالت بعدين غلقت أبواب مو باب واحد لأن تعرف غرف النوم مالة الأمرة والملوك ما فيها باب واحد أبواب إيه لأنها كبيرة الغرفات وبعدين قالت هيت لك يعني بعد اشتبي امرأة ذاتها منصب وجمال ومال ومرت الملك بعدين تشتبي أكثر من جديد وانا ما هيئت لك الجو ولابست لك الملابس اللي بخاطرك لكن يوسف عليه السلام ما تربي وهذا ليحفظ الإنسان قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي شوف التربية وين أنت لما ترجع حقي عقوب عليه السلام أبوه ما سوه إخوانه قصة وخذوه ورمو بالجوب لما يكشف الموضوع وعرفوا أنه ما قاعد يتكذبون عليه في دم كذب شو قال صبر جميل والله المستعان علامة يوسف شنو قال وهو في غرفة النوم معاذ الله إنه ربي أحسن شوف 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 التربية شوف يعقوب شوف يوسف نفس الكلام كان عندهم سمفونية وحدة تربية وحدة والموقفين الأولاد خانوا الأمانة مع أبوهم ورموا أخوهم في الجوب خيانة وامرأة العزيز خانت زوجها هذه خيانة وهذه خيانة طبع إخواني يوسف في آخر قصة يوسف تابوا فقبل الله توبتهم شو لكن نقول دائما يعني المواقف هذه كلها مواقف تعطيك مؤشر لذلك لازم كل زوج يعرف شنو احتياجات الطرف الثاني ويشبع هذه الاحتياجات هو الزواج ليش زواج الزواج هو إشبع حاجات هذا زواج طبعا أنت عندك حاجات تبت تشبعها وهي عندها حاجات هي لازم تشبعها ففي حقوق وواجبات طبعا لازم وكل واحد حسب شي حب يعني أحيانا في بعض النساء مثلا كونه كنت تقعد يمها بس جدي قاعد يمكن حاطة ايدها على ايدك ولا حاطة راسها على جتفك يمكن هذا ما يسعدك أنت بس هذا يسعدها أنت لازم تضحي وتحقق لها طلبها ها تضحي أنت لو ما تحب بس لنا تستحمل حاطة رماتها حاطة رماتها وإنت لما تعامل زوجتك هم نفس الشيء يعني فيه أشياء أنت عندك رغبة فيها بس إحنا المجتمعات الخليجية تربينا أننا ما نعبر عن مشاعرنا صح يعني أنا بخاطر شيء ما أقول لها ما سولف ما سولف يمكن أسولف حق واحدة صديقتي في العمل ولا أسولف لها شوف تخيلها بس كهام إحنا تربينا أن الفكرة أن هذا البفلان مثلا خلنقول بفلان حتى يسولف أو يقول لها أم فلان وتصير علاقتهم شوية رسمية إحنا تربينا على السالفة هذه وحتى يعني ما نبيندش في الأولاد إن شاء الله هذه حق ليايا بسنا نبيندش على فكرة العلاقة الرسمية بين الزوج والزوجة تبدأ تصير علاقة رسمية مع الولد هذا طبيعي صحي بش رايك ما أشوفها جدام الناس ما في مانع يعني بفلان لا داخل البيت لا داخل البيت لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلع السيدة عائشة يقول يا عائش يا عائشة يدلعها فأنت لا تدلع دلل هذا ريال البيت وطريق لما يدش تخاف منها وحيبة لا لا مو صح أنت تصير هيبة صير هيبة بقراراتك صير هيبة بإنجازاتك صير هيبة بحمايتك لأسرتك في تأمين مستقبلهم صير هيبة أنك تعترف بالغلط لما زوجتك تواجهك هنا هيبة يعني عمر وخطار عن عمر إذا لو سلك فجن لسلك الشيطان فجن آخر كان إذا دخل على زوجته يرمي رأسه في حظنها زين ويقول لها يدلليني مثل الطفل الصغير اللي يفتح بلاد السندي والهند وعمر تعرفها ما شاء الله رضيها طويل يركب على الخيل ريولة يخطون في الأرض من ضخامتها وقوتها والشيطان لو سلك فجن سلك عمر يعني ويقط راسع بحظن زوجته ويدل شي راسع ويلا فليني يقول دلليني كالطفل الصغير الإنسان مهما كبر ترى بداخله طفل مهما كبر بداخله طفل وذلك يقول لك يعني إذا تبي تستانس تكلم أثنين في الدنيا يا تصالف مع ياهل يا تصالف مع واحد كبير بالسن يقول لك ليش لأن اثنينات وشبعاني من الدنيا لا الياهل فاهم الدنيا وإن كبير متمسك في الدنيا فالثنينات ولم يصالفوا معك وانسونك صح طيب دك أنا مندش في الأول شي أنا عندي مهم موضوع الخلافات طيب تصير في خلافات وانما تكلم عن الخلافات وانت تكلم عن استقرار هنا أنا وديت أشبكهم في موضوع واحد أن متى الخلافة يصير صحي متى الخلافة يصير غير صحي وشتو ممكن نحافظ على استقرار الزواج هنا طبعا في خطوة مهمة لو كانت وقت الخطوبة حلو شنه اللي هي أن نسير اتفاق وقت الخطوبة لو صار خلاف شن نتعامل مع الخلاف يصير؟ أوه طبعا طبعا مو شي النظر يعمل أبدا وأنا عندي حالات أنا عندي عائلة هنا في الكويت الحين صار لهم 26 سنة متزوجين أنا أعرفهم لما نخطبوا أوه ما شاء الله طبعا وحتى لما نخطبوا يعني قاعدوا إياهم قاعدين قاعدوا ها ش رايك كنتم شوفهم إذا تحطون اتفاق الحين بينكم شون تتعاملون مع مشاكلكم في المستقبل أو إذا أمك تدخلت أو أمها تدخلت شون تتعاملون مع الأمهات الحين التفقوا شنو كانت بالاتفاق آه والتفقوا خاش اتفاق وأقول لك إياه والحين أنا مستعدين بهم لك وتسألهم ورح يقولون لك سر استمرار زواجنا ذاك الاتفاق لما كنا مخطوبين السلام نعم وأقول لك إياه الاتفاق هو كالتالي أن أي خلاف بينهم يسير وثناناتهم يصدون عن بعض عمر هذا الخلاف يعني عمر الصد حددوا 24 ساعة ما يطوف 24 ساعة حددوهم 4 إذا اختلفنا 4 العصر اليوم لازم ما يصير باتشر 4 العصر إلا وإحنا قاعدين ومتحاورين في الموضوع حقران ممنوع الحقران مدة 24 ساعة وحين صار لهم 26 سنة من زوجين حتى في عائلة ثانية قلت لهم هالقصة يقولون زينا ما نبي 24 ساعة قلت لهم كم تابون إنه كوي والله توهم مخطوبي كانوا شكوه حنا بنسوي ثتة أيام واحد ثتة أيام كيف هو؟ هذا قال شي ثتة أيام هذه عائلة صلى 18 سنة الحين ويزين حلو ويزين؟ شكوه نسأل الزوجة شلون شكوه تقولي واحد دكتور قلت لها أنا أنا نفيسة هو عارف نفسه هذا هالريال عارف نفسه قلت لها والله بدأ ما نفيسة خلنا أعطي لي معاودة بس وهم تستقرون يعني قلت لي موافقة أحين صار لهم 16 أو 15 سنة من زوجين ومعطي لنفسهم فرصة ثلاثة أيام هو من النوع الزعول لما يزعل شوي ينكمش يعني فأنا أقصد الاتفاق مهم وإذا تدخلوا الأهل شكوه يتسرطون آه هاي موضوع ثاني هذا لازم اتفاق ثاني إذا تدخلت أمك أو أمي شو نتعامل معاهم؟ وهذا موجود عندنا طبعا طبعا شلون؟ هنا طبعا أكو قواعد عندنا احترام الكبير مهم وعندنا الدبلوماسية والذكاء تدخلت أمك أو تدخلت أمي نتعامل معاهم بدبلوماسية وإن شاء الله خير وبإذن الله تتعالج المشكلة بس ما نرفض ولا نوافق يعني لا نقول لا ولا نقول نعم تعرف هذه تشتغل منطقة رمادية وهذه عشان تكسبهم أنت هذه كل التكتيكات حين نستخدمها ليش؟ علشان تعرف الشون تتعامل مع مشاكلك الزوجية لأن شوف أنت أي مشكلة زوجية تواجهك عندك خمسة قواعد لعلاجها إذا يهمك أدخل فيها واحد انسى موضوع أنك تعالج خلي على جنب شو يعني علاج؟ كلمة علاج معناتها أنك أنت المشكلة توصلها صفر ما تقدر؟ يعني أنا بالنسبة لي هذا صعب جداً جداً أنك تبدي علاج صعب ملعب العلاج ملعب صعب تلعب فيه في ملعبين حلوين غير العلاج لو لعبت فيهم جيد قال لي هو ملعب التوظيف وملعب التعايش هذول ملعبين اثنين مهمين التعايش شنو؟ أنك تتعايش مع المشكلة خلي نقول مثلاً ريال عصبي يات الزوجة قالت لها ترى أنت ما يصير تعصب ولازم ما تعصب لا 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 تبدي تعالج تبدي صفر ما ما قدرت يعني نقول لها تعايشي شو يعني تعايش؟ يعني خلي تعرفه متعصب شنو وقات الغضب وش اللي يخلي يعصب تحاول تبتعد عنه شوي تبتعد على هالأسباب شذي العصبية ما لتها راح تخوف بس ما زاله عصبي ما عالجت هيسمونه تعايش طيب في شي اسمه توظيف شو التوظيف؟ أني أستفيد من عيبك شنو؟ وأواضفة لمصلحتي عصبية شو أن تستفيد من عصبية؟ هيا أنا أقول لك أنت الحين مو عصبي أنا قاعد أصير لي مشاكل في الحياة بدل ما أنا أعالج مشاكلي خليك أنت أتعالجها أرح أصب عليهم كيفك؟ مشكلتك هاش علي؟ أنا المهم استثمرت عيبك لصالحي أقول لك أنت هل مشاكل الزوجية يحتاج لشوي الذكاء؟ بس دكتورة الحين فيه ما يخص الأم يعني مثلا هم الأم تعرف حق ولدها وممكن تحسها بالذنب أو هو يقول هذه أمي وأي شي تقولها هي صح على حساب زوجته والأم تتوقع أن منها هذا الشي أن أنا كلمتي فوق كلمة زوجتي أنا كلمتي الأخيرة هي لي تمشي أنا صح أنا غلط أنا أمك شو رأيك به البعد؟ أنا ما أشوف هذا صح أشوف بر الوالدين شيء والحياة الزوجية شيء ثاني لا نخلط بر الوالدين بالحياة الزوجية يعني مثلا أنا أمي أنا واجب علي خدمتها زوجتي مو واجب علي خدمت أمي مو واجب عليها أنا صح واجب مثل ما هي واجب عليها خدمت أمها أنا مو واجب علي خدمت أمها هي نفس الشيء فأنا لا أخلط بر الوالدين في قضية الأمور الزوجية أيها قل لها أمي تقول شذي وأنتي لازم تسمعينها وطي شنو هالكلام؟ ها أنا أسمعك أنت وطيعة تستاهل يعني بس أمك لا في فرق يعني صح لا أمك هذا موضوع أنت أمك حاولت عاملها بطريقة مختلفة يعني أو شرح لها يعني ترى يا ماما إحنا عندنا حياتنا الخاصة مثل ما أنت كان عندك حياتك خاصة مع أبوي يعني هنا الريال لازم يصير عندها موقف يعني وبعدين صح أن أمك رقم واحد بس هم لازم ما تحسس زوجتك أنها هي رقم عشرة يعني زوجتك في بيتك رقم واحد لكن زوجتك بالنسبة حق أمك أنت كرجل هي رقم اثنين بالنسبة لأمك هي رقم اثنين صح بس أنت هم بعد لا تحسسها يعني أنت خلك الريال الذكي الشاطر اللي تحسس أمك رقم واحد بدب له ماسيتك وتحسس زوجتك رقم واحد الإمام مالك كان يعني فقيه ومربي مرة يا لها واحد قال له أبي يأمرني وأمي تنهاني شو سوي؟ شوف يعني مشكلة هذي هذا حين بين الأبو والأم بعد مو زوجة وأم أبوي يأمرني وأمي تنهاني شو الحل؟ شو قال له؟ قال له أطع أباك ولا تعصي أباك اللي أمي مالك عبط الله عليه يعني يعني فقيه ومربي شوف جوابه جواب ذكي جدا لا يعني أنت أخوه مو دائما أسود وبيض صح اشتغل بالرمادية أخي صح اشتغل بالرمادية أشتغل بالتوفيق واشتغل بالدبلوماسية يعني مطلوب طبعا إذا ما تعرفت خل دورات وزارة الخارجية خلت تعلمك على صح مو غلط عندنا حلقة شخصية دبلوماسية مع مؤسس من أحد دبلوماسي بالكويت حم عبداليز الشعر يلا فرصة أقول لك دكتور في العوامل ما جاوبني على العوامل اللي تساهم في استمرارية الزواج والحفاظ عليه فيه فكرة تقول لك التغافل هو سر نجاح الزواج هو طبعا التغافل صحيح التغافل صحيح ويعني يقال إن تسعة أعشار الخلق في التغافل يعني أنت لا تدقق على كل شي ولا توقف على الوحدة ونص يعني لا غمض عينك يفوت يمكنك شيء تدخل فيه ولا كل شيء أنت أنا عندي واحد عسكرية لواء وتقاعد قاعد في البيت قاعد قاعد شيء زوج تتمر قلت لي ور رايحة قلت لي ور رايحة المطبخ ولده يمشي بابا أنت ور رايح قال له أخذ لعبتي أنا الخدامة تمشي تقول لي زوجها يا تشتكي قالت لي ترى تعبنا آه الشخصية المتقاعد ما أسمع فيها المهم قلت لي ممكن قاعدت لي ممكن يه فقاعدت أسولف ويا وسولف وسولف شانا أقول له أنا قريت بحث حلو خلا قولك يا شاي قولي شنو قلت للبحث خاص في المتقاعدين سين كبار وأنا عندي تجربة صراحة تابعي سولف لك يا شاي قولي يقول قلت له البحث اللي قريته أن الإنسان كلما كبر في العمر وارتبط بالزراعة كلما يشعر بالحب والأمل في الحياة ولو عنده أمراض تتعالج لأنه قاعد يتعامل مع الأرض مع التربة كرسج قلت له المهم شانا أطرش للبحث وشانا أخذ وعطي معه شاي قولي تابعي نصيحتي قلت له تابعي نصيحتي شاي قولي يقول قلت له نصيحتي يا تأجر مزرعة يا تشتري مزرعة وانت متقاعد مو غلطة وروح كل يوم الصبح يسرع سوى تجاربك مرة نخلا مرة صدرها مرة حط لك منحلة حط لك نحل انتج حسل سوى يعني مناسب وبعدين مثل الياهل إنسان الكبر مثل الياهل الياهل يحبون الحيوانات ويعيشون مع الحيوانات إنسان الكبر يقع يطالع الباط يطالع الحمام ترى يستانس إستانس مثل الياهل سيري مو ها حتى يبلغ ذا أرض العمر في سيري إحنا ترى لذلك أقول لك إحنا فينا فينا طفل من الداخل المهم والله والحمد لله أجر له مزرعة بالعبد لي وصار كل يوم يروح تقول لي زوجته تغيرت نفسيتها 180 درجة فالشاهد من هذا كله إنه الشيء اللي يخلي الحياة مستمر التغافل نعم التغافل أنك ما تركز وزع الأدوار وخلي العلاقة الزوجية تكون علاقة صحية وبعدها لازم يكون في مسافة ولازم في مساحة أنت عندك وقتك اللي تستانس فيه مع ربعك مع أهلك تقعد بروحك كيفك وهي لازم عندها وقتها ليسعدها تبي تقرأ تبي تشرب قهوة تبي تروح عند ربعها تروح عندها كيفها ما ترسقون 24 ساعة مع بعض كل ما تجاب لهم مع بعض لا لازم فيه أوقات تبتعدون يعني زر غبا تزدد حبا وبالتالي إنت لما تبتعد تحب وتوله تشتاك سي فيه مشاعر للحب فالتغافل نعم مهم هذا واحد اثنين اللي يخليك أنت مستمر أنك تفهم شون تعالج المشاكل يعني ما فيه مشاكل يتعالجها بساعة ولا بلحظة ولا بجلسة فيه ناس مستعينين بيحل المشكلة الحين وخلاص خاصة مثلا للشباب بالنسبة لنا خلاص أنا بيقعد معك حين بخلص المشكلة وبمشي يعني أغسلنا بطبيعة ما تقدر أنا عالم مع طارق الخيانة من شوي أنت تقول لي ياتني واحدة مرة تطلب الطلاق لما كنت قاضي في المحكمة فقلت لها ليش قالت لي يخون قلت لها بس هو مستعد قالت لي والله مستعد بس ما كفايدة عايزت كل مرة يوعدني ويقلب قلت لها ممكن أشوفها قالت لي ممكن يابت لي الريال قعدتوا إياه قلت لها زوجتك تقول أنك تخون قال لي والله صراحة أخون قلت لها طيب يعني من زمان قال من زمان قلت لها يعني الحين حاليا عندك أحد قال لي والله عندي قلت لها جم واحدة عندك الحين تقول لي اعتني لي ما ثناش واحدة قال لي متواصل معه ما هي هذي يا سولف هذي يا ضحك هذي يطلعوا إياها هذي كذا قلت طيب يعني هزوجتك طالب تطلعك بس أنا صراحة ما ودي يعني ممكن أحط لك خطة نتعاون مع بعض تشاي يقول لي والله على أيديك يعني أنا حاولت أكثر مرة أترك ماني قادر قلت زين أنا أنا ساعدك مخالف جاي يقولي مخالف قلت طلعت ورقة أنا وانت برنامجك بدون ورق بس ماهم زين طلعت ورقة لا لا مايسر نقول السلفة زين طلعت ورقة دكتور زين أعفاهم البرنامج غلط طلعت ورقة قلت له أخذ هذه الورقة اكتب لي أسماء البنات لـ 12 طيب قال زين ورح كتب لي إياهم أخذت الورقة أنا قريت الأسماء قلت له زين شرائك أنا عندي فكرة قال لي شنو قلت له كل شهر نحاول نسقط وحده قال موافق حلو والله معطيه وقت كل شهر زين إيه 12 شهر سنة إيه متشوت يعني 12 واحدة وصل لفترة طويلة عنده علاقات بقول له وقف ما تقدر ما صعب أنجام البعض جذي ما تقدر تعالج مشكلة يعني ضخو اكسر مخو ما تقدر في بعض المشاكل تحتاج نفس تدري شنو أطول مشكلة أنا عالجتها بفضل الله 22 سنة أطول مشكلة استمرليت فيها 22 سنة واعرفهم بالفيحة العائلة نجيب وووو بين فترة وثانية نتواصل نحن يعني عائلة محترمة جدا المهم فالشاهد إنه طبعا أكلمت زوجته قلت لها ترى سويت أنا انتفاق بيني وبينك كل شهر نطيح واحدة تقول دكتور بصجك سنة كاملة أصبر قلت بحيش كذلك صعبر مز يزوجي تقول لي 11 سنة قلت لحين 11 سنة أنت تعالجيني مشكلة بروحك عطيني أنا سنة بونس على الأقل سنة واحدة بس تقول لي والله خاف ما يلتزم قلت لحين بسم الله طول نبادين كيف اجتبين اطلقج اطلقج ها راح تجي تقول لي طيب يلا بعد امر لي لالله عندي عيال أربع عيال عندها بدأ الريال مشيت معاه شهر شهرين ثلاث ماشي تمام ثلاث تشهر صارة تسع أربع خمس ست سبع تشهر ممتاز طاحة وعشر عشر تشهر عشر باقي ثنتين هالثنتين شوي تعبوني أنا تعبوني متعلق فيهم متعلق شوي رقم 11 خدت معي ثلاث تشهر يحلى صريحة هو يعني لا 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 وإنسان صادق أنا صراحة عجبني صادق الولد الشاب صادق وزوجته يعني كثر الله خيرها يعني اللي تحملتني أنا بعد كل ساعة أقول لهم يخالف خلنا أخذ شهر شهرين المهم في السنة ونص يعني سنة واخد فوقها ستة شهر الحمد لله تجاوزنا لاثنعش حالة وطلع طلع منها تماما معنا اللي رغم اثنائج صارت هي تتواصل معا يعني شوي أذتنا طريت أني أنا أكلمها يعني وطريت هيبها عندي بعد زاكر الله خير ولا صج والله والله يعني وسويت يعني مهم أشياء ما بيسولف فيها بس المهم إنه فالحمد لله قدر يطلع منها الحين العائلة هذه يعني أنا أعرفهم وبيني وبينهم تواصل وما شاء الله يعني من أروع الأسر فأنا أقصد أنه يعني إحنا إذا عندنا نفس في حل المشاكل وصبر وإيمان وبعدين رب العالمين يوفق أكيد في الأخير رح تكون نتيجة سليمة بإذن الله هذا الموضوع ممكن نختم فيه دكتور فكرة الامرأة وهو الرجل عندهم عيال بينهم متى للطلاق يكون خيار صحيح متى يكون خيار غير صحيح ممكن ممكن يكون الطلاق خيار صحيح حتى المرأة اجتماعيا ممكن يكون موضوع عليها ثقيل يعني يمكن الرجل وأنا مادي نتصلح للدكتور الرجل أسهل بالنسبة لي يطلق لأن فرصته في الزواج مرة أخرى أسهل المرأة شوية عندها عب اجتماعي عندها أمور ثانية يتواجهها هو ترى المرأة تعبيريا أكثر من الرجل في آلام الطلاق بس الدراسات العلمية تقول الرجل يتضرر أكثر نعم بس هو من النوع اللي يكبت يعني ما يتكلم ويحسسك الريال أنه مفارقة معها ويحسسك ما يهمها بس هو من الداخل منهار ومنهار المرأة فيها ميزة أنها تعبر تتكلم تفضفض والفضفضة هذه تريحها صح يعني هذا الفرق بالله اثنين لكن الطلاق بالعكس نحن نشجع الطلاق الناجح اللي سمى القرآن تسريح بإحسان شنو هذا؟ التسريح بإحسان أنه تكون فيه أشياء إجراءات نسويها قبل الطلاق وفيه إجراءات أثناء الطلاق وفيه إجراءات بعد الطلاق هذه يسمونها تسريح بإحسان ولذلك اتلاحظ يعني وهذا يمكن شيء بعض الناس يستغرب منه أننا في القرآن ما عندنا صورة الزواج بس عندنا صورة الطلاق شوف ليش؟ لأن رب العالمين حبي يفصل في الطلاق وصورة الطلاق ترى 12 آية أول ست آيات أحكام الطلاق آخر ست آيات في الصورة نفسها انهيار أسباب انهيار الأمم والحضارات فكأن رب العالمين يقول لنا ترى انتبهوا إذا كثروا الطلاق ترى المجتمع يتفكك وإذا تفكك الحضارة تنهار فحافظوا على أسرتكم وهذه حكمة صورة الطلاق فالآن سؤال شون يصير الطلاق ناجح؟ هذا سؤال مهم شون يصير تسريح بإحسان؟ طبعا الطلاق احنا نشجع في حالة لو كان فيه ضرر واضح على المرأة أو ضرر واضح على الرجل مثال واحد ضرر ناجح ضرر قد يكون صحي يعني مثلا ريال يضرب 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 عندي عندي حالات هذا ليس يأخذ الحكام ثانية؟ ولا بس طلاق؟ إلا ورفعت دعوة جنائية تقدر تاخذ قانون جنائي يصير معاه عندي أنا عندي واحد مثلا ضرب زوجته كف وقض طبرة الأذن طبعا تروحي فيها ثلاث سنوات سجن تغريبا فالشاهد أنه يعني العنف المستمر المستمر طبعا والإنسان ممكن يفقد يعني حتى الزوجة ممكن تفقد مرة مرتين ورشايحة ب عندي واحدة دزتها من البلكونة بس أشمنهم بالطابق الأول يعني مصائل كسرت ريلا يعني بس لا عندي أنا عندي حالات هذا تبيع سؤال فسؤال بس المهم فالضرر هذا مهم الضرر قد يكون ضرر يعني صحي جسدي وقد يكون ضرر نفسي نفسي يهددها ويدمرها عايشة برعب يعني عندي حالات شديدة عادي يحوشها توتر ويدمرها يدمرها ترى يدمرها بالكلام يدمرها بالكلام يعني هذا يدم وحيانا يصير ضرر على الأولاد يعني مو زين الأولاد يشوفون الأب أو الأم بالحالة يعني كله أصراخ وكله طاق وكله حوزة وكله هذا نايمة بصوب يعني الأولاد ينشؤون في بيئة يعني مدمرة متوترة طبعا وبالتالي الصح أنه يصير اتفاق قبل الطلاق تعالي خلنا قعد خلنا اتفق شون طلاقنا يصير سلس يصير سهل من غير مرح محاكم يعني واحد اثنين ثلاث طيب أثناء الطلاق شون لأن الطلاق عندنا أنواع مخالعة انت واتبيني أنا طلق ونتابين طلاق للضراء إلى آخره يعني أما برغبة الزوج أو رغبة الزوج أو بالاتفاق طيب بعد الطلاق إذا في عيال إذا شلون عيالنا نفقتهم شلون سكنهم تعليمهم تربيتهم وقتهم حضانتهم إجازاتهم الصيف شلون شون ندير الصيف شون ندير الإجازات الترفيه شلون هاي تلحط ورقة وصير اتفاق هذه أنا حطها لهم ونتفق أنا عندي عائلة أنا طلقتهم زين وظليت أتابعهم 18 سنة بعد الطلاق حتى لما قعدتوا إياهم قبل لا يطلقون عندهم خمس أولاد يعني أولاد وبنات كان يقول لي الريال الزوجة قال دكتور أكو شيء يعني ودنا نحافظ عليه له قلت له شنو كان يقول ترى أنا يعني صح صالنا 15 ما 16 سنة متزوجين بس إحنا كل سنة في رمضان أنا أخذ عيالي ومرتي ونروح نسوي عمره أنا قاعد خمسة أيام في رمضان كان نقول لها يعني تبي بعد الطلاق تسويها كان يقول والله بدي كان نلتفت على الزوجة قلت لهاش رايش ممكن نحطها بالاتفاق جتقولين ما في مانع شوف هذا الطلاق يعني أنا طلقتهم يمكن من 20 سنة مزين ليل يوم كل السنة في رمضان هذا عرفهم العائلة يروحون خمسة أيام ومره ويأخذون عيالهم الزوجة المطلقة في غرفة طبعا والطليق والمطلق في غرفة والعيال بينهم حتى الريال تزوج واحدة ثانية يعني صار يأخذ زوجتها الثانية معها يعني زوجتها اللي تزوج فالشاهد وماشي تمام طاق ناضج هذا أنا بالنسبة لي طبعا هذه أنا حالة طلق ناجح أسمي هذا تسريح بإحسان تسريح بإحسان الطلاق مرتان فتسريح بإحسان يعني القرآن ترى راقي يعني حتى في حالة الخلاف أعطاك طريقة في التخلص راقية جدا ولذلك أنا أقول في بعض الحالات الطلاق انطلاق طلاق انطلاق طبعا أنا أعرف كثير من المطلقات انجحوا في حياتهم بعد طلاقهم وانطلقوا بعد طلاقهم احنا ما نشجع الطلاق لكن في الأخير آخر الدواء الكي إذا احنا حاولنا نعالج المشاكل وما قدرنا يبقى في الأخير الحل للطلاق فالأصل تحاول تعالج هذا الأصل والأصل الصبر والأصل التعايش والأصل التوظيف مع الدعاء والصبر يعني العرب شو تقولون العرب العرب تقول الزمن جزء من العلاج تتعالج الأمر بزيء وأنا أكو بعض الناء أكو بعض المشاكل علاجها بطول النفس علاجها بالزمن إن مع العسري يسرى إن مع العسري يسرى طيب والبالك سمر شوي راح تتعالج لمشكلة سمر شوي والإنسان كلما كبر في السن كلما تغير فإذا الطلاق الأصل نحن نشجع تسريح بإحسان أما اللي قاعد يصير اليوم انت شايف نسب الطلاق وشايف حالات الطلاق نسب عالي ما اليوم يعني الجيل الموجود ما عنده صبر والزواج عشان ينجح يحتاج صبر ما يصير تتأخذ لطبخة وما تصبر عليها حتى تنضج مثلا كلها ما لا طعم تعودنا على الفاستفود اللي مره السريعة كل شيء سريع كل شيء سريع في الدنيا صح وإيقاعك سريع وبعدين كل الناس صاروا ملتي شون تخصير أكثر من تاسك أي يعني يعني أكثر أكثر من مهمة قاعد يشتغل تقام ماسك التلفون ويطالع شغلة وقاعد يسمع شغلة صح فكل الناس طبعا هذه أنواع من الذكاءات يعني والإنسان حسب ما يدرب ذكاء يعني فأنت بالتدريب من يوم أنت صغير قاعد تشتغل بأكثر من مهمة بنفس الوقت فأمخ تدرب فصار لواجهتك مشكلة زوجية بسرعة تبيت خلص طب شون أخلص بسرعة طلق بس خلص منها خاصة حياة اليوم صارت شوي فردانية شوي صارت الحياة اليوم إن الواحد يقدر يعتبر يعني يقدر بشكل كبير إنه يلحي نفسه يعني يحاول أو على الأقل إيه بس يعني في الأخير يعني ليش الاكتئاب قاعد يزيد في العالم وليش القلق يزيد لأن الفردية قاعد يزيد والله عز وجل خلق البشر اجتماعيين صح حلو صح يا دكتور حلو صامحون نعاد هذه نسولها مونتاج نسولها مونتاج نفس من خشمك كده تكحيي الدكتور نفس من خشمك حلو فأقول لك خد قاعدة هذه كنت ما غصيت نفس خشمك لا فالفردية اليوم هي المنتشرة في العالم وبالتالي قاعد يزيد الاكتئاب يزيد القلق والناس وين تتوجه مثل الأجانب توجه الحيوانات يعلمونا يعني الكلب أكثر وفاءا من الإنسان يلا خلنا أخذنا تشلبه الرب لا مو جي السالفة يلا اشتعوا بعد أنت وين تدمرت البشرية يعني اشتعوا ما في ولا واحد وفي اشتعوا اشتعوا الفرج وبالتالي لو في صبر في نجاح في الزواج ان شاء الله حلقتنا لنا يا دكتور عن التربية والصبر ان شاء الله بدنا لنا تستاهلك خير تستاهل الطيف طالع أمرك مشكور دكتور على قبر الدعوة مشكور على حضورك مشكور على سعاد صدرك وحسينة تعبناك شي معانا بس ان شاء الله تعم الفائدة من خلال هذه الحلقة شكرا على وجودك تعبكم راحة وتستاهلوكم الخير والله يوفقكم شكرا منيرا اشتركوا في القناة